يلا تمام هلا احنا عنا فيه شي اسمه مدرسة الحداثة هاي المدرسة يعني كتير مهمة صراحتان وصارت كتير اساسية ويعني الاسلوب هاد تبع هاي المدرسة مستخدمة كتير هلا انا عم بطلع شي عندكم بالشات بالصورة بالحوار ما بتصور بس عم تطلع الكلام المكتوب ما هيك حتى صورتك طالع كمان اه عندي طائم راف وحلو منيح يلا معلشي مشان لانه العين مغرفة الكلام وضروري انتو تعرفوا يعني بعض هيك الشوالولة ردات الفعل او حركات لغة الجسد على فعلا مدرسة الحداثة هي فعلا مدرسة الحداثة من المدارس يعني نحنا فينا نقول انه 80% من الاخبار اللي عم تنزل هلا على هالسوشال ميديا صحيفي وظائفكم ذكروني اخر الجلسة نعود نحررها ونحلها سواء مدرسة الحداثة هي مدرسة فعلا يعني كتير بلشت الوسع الاعلام تعتمد عليها وكتير في لها قوالب من اشهر هاي القوالب القصص السردي هذا القالب بيعتمد على كل اساليب السرد يعني انه انا مثلا بحكي بشكل اقرب ما يكون الى انه مهد تمهيد بالمعلومات اللي انا بدي احكيها يعني بتدرج تدريج بالكلام يلي بدي احكي بحاول مثل كأنه عم بسرد قصة يعني عرضي للخبر يعني هذا القالب شوي كسر جمود القوالب السابقة اللي كانت تعتمد على من وماذا ومتى ولماذا واين وكيفا ومن هدول التفاصيل في حدا عم حاب يعمل مداخلة تمام اذا هذا القالب هو بالفعل يعني يكسر الجمود اللي كان موجود بالقوالب القديمة عن اللي كان عم يستخدم بالقوالب بالمدرسة التقليدية طيب انتركن هذا القالب لنا مشبه كتير لحد كبير طريقة اي حدا بيكتب قصة او بيسرد حكاية وبيعتمد على متانة التعبير هون لانه عم يستخدم اسلوب سردي بطرح الحقائق والمعلومات والاحداث اللي عم يعتمد عليها وقائم عليها الخبر نروح على القالب الثاني المستخدم بمدرسة الحداثة مثلا مثل لما بنعمل فيديو لطفل معين او لحدا ونستخدم القصة ونعملها مونتاج مثلا هيك يعني قريب الى حد ما قريب الى حد ما لانه انت هون يعني عم تعطي معلومات وبنفس الوقت عم يكون يعني ما له اسلوب بلاغي او ادبي وانما بنفس الوقت عم تعطي خبر او معلومات من عن هذه الخبر او عن هاي قصة هذا الشخص هذا الطفل مثل ما عم تقولي عم نسرده نسرد باسلوب هيك يعني مددرج اذا فينا نحكي فإلى حد ما قريب كتير هذا النموذج او هذا المثال اللي ضربتي يا بدو صحو صحية على اذا فينا نحكي عن القالب الثاني هداك القالب قصصي سردي انت لكم مستخدم وبلشت كتير من وسائل الاعلام تستخدمه وكسر كتير من الجمود وعم يكون اقرب ما يكون للمواضيع الانسانية ايضا من القوالب اللي عم تستخدم يعني المستخدمة للمواضيع الانسانية هو اسلوب والستريت جورنال او اسلوب وقالب والستريت لانه هو بيعتمد على ايجاد نموذج انساني صار يعني اصل الحدث وقع عليه كله يعني كله قائم على هاد القصة الانسانية اللي صارت ممكن مش شخص نفسه يلي هو صاحب هاي القصة الانسانية وانما اطراف الهون صلة او الهون علاقة بهذا الشخص يلي هو يعني محور اذا فينا نحكي الحدث اذا هون بيعتمد والستريت قالب والستريت بيعتمد على ايجاد نموذج انساني وجدا يتقارب مع المثال اللي كمان انت ضربتي يا بدور هون بتحسي بيجلى اكتر هذا المثال يعني اذا احنا عنا قصة انسانية العلاقة بطفل العلاقة بسيدة ام فقدة اطفالها اب تيتموا يعني تيتموا اولادهم اي شي فينا نحكي هون انساني بنقدر نعرضه بملاحظ بقالب والستريت طيب هلا قالب والستريت كيف انت حرروا عم يقولون لكم فيكم تحرروا باسلوب بسيط جدا يعني مجرد ضخ الحقائق والمعلومات اللي الها صلة بهاي القصة الانسانية وهالنموذج الانساني اللي عم بحكي بهذا القالب ايضا نقل محرر بشكل حقيقة من الكرسي للواقع شو يعني هي كتير بيقول لها علماء الاعلام انه قالب والستريت قدر ينقل المحرر من الكرسي للواقع شو يعني انه بالفعل قدر هذا الصحفي اللي بدي يكتبها المادة يكون كتير قريب من القصة الانسانية اللي عم يكتبها والقصة الخبرية اللي رح يكتبها لانه هو رح ينقل التفاصيل ورح ينقل كمان بنفس الوقت احداث لها علاقة بهالقصة الانسانية وهذا النموذج وايضا بنفس الوقت حيستخدم اسلوب تشويقي ربما بالاسلوب القصصي والسردي ما رح يعتمد هذا القالب اللي قبل ما رح يستخدم شيء له علاقة بالتشويق والمعلومات المسيرة وانما بقالب والستريت حيكون في عندي معلومات نشويقة بالصب بشكل مباشر بهذا النموذج أو هذا القالب اكيد بشكل او باخر من الملاحظات انه لازم يكون في وقائع ومعلومات مستحيل ان يكون عندي خبر وما يكون في عندي بالفقرات اللي عم بنتقل فيها من فكرة لفكرة خبر او خليني اقول معلومة او تفصيل جديد بفيد القارئ ومن اساسيات هذا القالب ليس فقط عرض المعلومات وانما البرهنة على هذه المعلومات او على صحة هاي المعلومات وحقيقتها بتعرفوا شو يعني انه نحنا نستخدم اسلوب البرهنة بالخبر بهذا النموذج هون نحنا عم نحاول نتحقق من صحة الخبر وبالتالي كيف فينا نبرهن على صحة الخبر برأيكم ورح اجاوبكم باختصار بشكل بسيط وبشكل سريع رح يخطر على باركم انه أنا اذا بدي برهنة على صحة هالمعلومات لازم اعتمد على مصدر يأكد لي صحة هاي المعلومة او يشرح لي مدى يعني حقيقة هذا الحدث اللي صار باعتماد على مصادر متنوعة وحنشوف قديش الصحفي بيقدر يكون عنده كم كبير من المصادر وهو ما له منتبه لها وما له حاسس فيها ودائما عم يشوف من منظور ضيق ومن نطاق ضيق انه بجوز مصدر المعلومات ربما يكون رئيس التحرير او مدير التحرير وهذا الشي خطأ كبير وخاصة مع الكم الهائل من المعلومات اللي نحن عم تصلنا يوميا ونحن قاعدين على هذا الموبايل او على الكمبيوتر اللي جمتنا عم تصلنا كميات كبيرة من المعلومات وبالتالي عمنا مصادر كتير كبيرة من المعلومات وبنقدر من خلالها نبرهن على صحة المعلومة اللي حننزلها بالخبر عن طريق او بقالب الول ستريت اللي حنستخدمه اذا هذا من احد القوالب ايضا المهمة وبالفعل برجع بقلكن هي كسرة جمود الاخبار التقليدية اللي كلاسيكية واللي احيانا بتوصل لدرجة من عدم التشويق والملال الكبير اللي بيصيب في القارئ او المتلقي او الجمهور اذا هاد هو قالب الول ستريت حنشوف شو في عنا قالب اخر من هاي القوالب هون في عنا اساسيات لابد من اخذها بعين الاعتبار تعالوا نشوف شو هنن في مسجد جتنا استاذي هاد نفسه الفيتشر لا مو نفسه الفيتشر الفيتشر رح يكون اكبر بكتير من هاد مشرد هذا الضخل يعني شئر علاقة بقالب الول ستريت لا يعني الول ستريت هو مصغر عن نموذج الفيتشر الكبير يلي رح يكون هو بيشمل يعني تفاصيل ما بتخطر على بال الشخص وايضا بنفس الوقت البحث عن حقائق مخفية هذا بيعتمد عليه الفيتشر وقصص انسانية مؤسرة بيعتمد عليه الفيتشر صحيح نحن الول ستريت بيستخدم تماماً وحقيقة انه بيعتمد على قصة انسانية ونموذج انساني لكن لربما ما يكون بضخامة تركيزنا وعمقنا يلي بيكون موجود بقالب الفيتشر او قالب القصة الانسانية طيب حنشوف شوية الاساسيات اللي لازم ناخدها بعين الاعتبار انتو كمحررين هلا نحن في عنا كتير خطط رح نحكيها وكمان رح جاء حكيكم ياها بهذه المحاضرة في كتير خطط لازم تاخدوها بعين الاعتبار انتو كمصحفيين اول شي لازم نكون عندكم وراء وقلم دائماً حاضرة بييتكن لازم نحط خطة اولية عن الحدث ومحاور يلي انا بدي بدي تكون لازم تكون موجودة بهذا الحدث يلي انا بدي احكي عنه واكتب عنه المادة يلي رح تطلع للاعلام وطبعاً نحن كصحفيين مسؤولين عن الكلمة يلي عم نكتبها وعن الخبر اللي عم نقدمه ويا ما اكتر الصحفيين اللي بنزلوا اخبار مغلوطة وفيها اخطاء وحتى غير موثوقة ايضاً يعني للأسف هذا الشيء كمان من العبئ يلي سببه الانتشار الكبير للمعلومات والفضاء المعلوماتي الموجود هلا حالياً هو سبب انه انتشار يلا اخبار صح مو صح بس المهم نزل الخبر فيه تنافس للأسف كمان مع الاشخاص والصحفيين خليني يقول على انه ينزلوا خبر حتى لو ما تدققوا او ما توسقوا من صحة هذا الخبر ودقة هاي المعلومات يلي صارت طيب خلونا هلا نحن نشوف ايضاً نشوف الاساسيات اللي لازم تناخذها بعين الاعتبار لازم نحصل على المصادر وهي مفصلة بالتفصيل هلا شوي تانية الصحفي لا يقوم الخبر دون الاعتماد على مصادر يعني ما بيكفي انه انا والله سمعنا انه فيه انفجار صار بمنطقة معينة هاي ابداً ابداً كصحفيين مستحيل انه نزل خبر على اي موقع او حتى على مدوناتي تخيل على المدونات الشخصية تبعكم مستحيل انتو كصحفيين تقول انه مثلاً انباء عن وقوع انفجار كذا كذا هيك عم نلاقي هذا الشي على التليجرام منشوف مئات القنوات اللي نزلت هيك اخبار لكن هذا الشي مصحيح ممكن نقول باخر هذا الخبر حسب وكالة الفلان الفلانية او حسب مصدر مطلع منع مثلاً او لا يفضل ذكر اسمه ممكن نحكي هاي نشير الها يعني اذا لازم نرفق اي خبر من قدمه بمصدر يلي رح يعتمد عليه بشكل او باخر وانواع المصادر كتيرة وكتير متنوعة رح نشوفهم كلاتهم بالتفصيل الاهم من هات كله انه الصحفي هلا يفضل انه يكون هو بموقع الحدث شو يعني انه الصحفي يكون بموقع الحدث لا حضرت عم بحكي عن قوالب الاخبار بشكل عام او عن القصص الانسانية عن قوالب المواد الاعلامية المستخدمة وليس فقط الاخبار وايضاً نحنا في عنا بتعرفوا انه الاخبار مستخدم فيها مواد انسانية مثل ما شفنا قد يكون في عندي فيتشر قد يقوم في عندي قصة خبرية قصة خبرية هاد النوع من انواع اللي بتنزل ضمن انواع الاخبار انا عم بحكي عن قوالب المواد الاعلامية بشكل عام المستخدمة ممتاز برافو بدور اكيد يجب التأكد من مصدر والمعلومات جيداً قبل النشر كتير كتير بيصير مهم هذا الكلام النقطة الاهمة اللي حاب بيقن لكم ياها انه بالفعل نحنا كصحفيين صار في عنا ما بعرف يعني انا هي بحسة عيب فينا نحنا وربما الاشخاص اللي كانوا تحت الحصار مثل اناس ومي كان محمد او ما بعرف مين غيركم بس يعني بفعلاً اللي بكيقدر اكيد عاصرتوا وعايشتوا كتير من الاحداث اللي سمعتوها وانتوا كنتوا عن جد الشهود العيان هلا هون فينا نحنا نقول تخيلوا يعني شهود العيان هنا مصدر من مصادر الاخبار وفينا نستخدمهون لكن هون احنا ما عنا ثقة بثقة كاملة بمدى موسوقية الخبر ما كانت مية بالمية ما وصلت لهذا الدرجة رغم انه هو شاهد العيان ومن قبل الحدث لكن ممكن لانه يطلع لنا بشكل او باخر شخص يقلنا لا هذا شاهد العيان يكذب شاهد العيان اللي شاف الحدث طيب هلا هون نحنا شو الحل الحل انه بالفعل يحاول الصحفي قدر المستطاع يا يتواجد بموقع الحدث يا اذا صار الحدث يجي يغطي ما بعد الحدث اللي صار يعني مثلا صار انفجار صار في حريق بده يجي سيارات الاطفاء ممكن ربما بهالاسناء يجي هون الصحفي لموقع الحدث ويعاين اللي صار ياخذ مقابلات من الجهود اللي كانوا موجودين ربما رئيس سيارات رئيس ومفريق الاطفاء اللي كان موجود ياخذ منه تصريح هون الصحفي باسم انجازه خلينيقول وباسم آيات ابداعه لانه هو نزل للميدان ودر يكتب المادة اللي عاينها عن جد بعينه وبلسانه وبسمعه وبصره وببصره وبكل شيء تمام اذا هاي الصيات لازم ناخذها بعين باعتبار نحن كصحفيين طيب هلأ نحن نشوف هاي الوظائف هاي الجلسة الماضية هلأ حنبلش بجلستنا الجديدة جلستنا الجديدة هي تتم فعلا تتم لهذا الموضوع وتتم لها الشكل الشكل الصحيح اللي لازم يقوم في الصحفي أثناء كتابته المادة الإعلامية لكن هلأ بقى رح نشتغل على موضوع صناعة الخبر بهالوسائل الإعلامية لأنه صار عنا رؤية لكيفية كتابة هاي المادة الإعلامية سواء باستخدام أي مدرسة من المدارس الموجودة ويلي أنا برأي بكفي ما في داعي نحنا نتعمق فيه زيادة لأنه المدارس أصلا الحديثة وما بعد الحداثة تلك المدارس ما بعد الحداثة اللي صارت عم تجمع بين كل هالقوالب الأديمة والكلاسيكية والحديثة جمعت بين ما بعد الحداثة جمعت ما بين الحداثة والمدارس التقليدية اللي صار صرنا نشوف هاي القوالب موجودة على وسائل الإعلام هلأ نحنا رح نبلش صار في عنا مثل ما تلك الرؤية بالمدارس بعناصر الخبر بالقيم اللي لازم تكون موجودة بالخبر خلونا نشوف كيف فينا ندخل بقى بصميم المادة الخبرية هون حصرا كل المعلومات رح أحكيها لها علاقة بالخبر الجلسة الثانية حتكون العلاقة بالتقرير وحنوازن بين التقرير والخبر والتحقيق وربما التحليل حشوف إذا بقدر وزع الكم بيناتهم بشكل هيك مرتب بس هلأ مبدئيا رح نشتغل على التقرير بالجلسة الثالثة أو الرابعة حسب التيسي الجلسة الأولى مثل ما ذكرنا هي مراجعات أنه تعريف الخبر أنواع الخبر اعتمدوا على الخبر الخبر يعني قديش هون هو الخبر بنوا عليه خليني أقول الأنواع الأخرى الصحفية الخبر هو وصف آني يحظى بالاهتمام مثل ما أنت لكم كل ما كان الخبر بهم شريحة كبيرة من الجمهور كل ما كان هو يعني ضارب ضربته وهو خبر مهم حقيقة مثل ما قلنا أكيد بيجمع حقائق عن أحداث جارية هلأ كل شي كلمة تقرير فعلا نحن أي مادة خبرية بنقدر هي ناخد مننا التقرير ناخد منها جزئية ونبلش نكتف فيه تقاريرنا يلي منتشرة بشكل منتشرة بشكل كتير كبير هالأيام وأيضا كمان بالوسائل الإعلامية التلفزيونية وحتى الإزاعية كمان من صفات الخبر أنه هو تقرير شيء ما بنعرف عنه كتير تفاصيل يعني هو بلش يعطينا معلومات كل حدث جدير بأن يطبع وينشر على الناس هاي هي من ميزات أيضا الخبر هلا نحن هون عم نحكي عن سمات الخبر وميزات الخبر تقرير يصف في دقة وموضوعية حادثة وواقعة فكرة تمس مصالح أكبر عن القراءة شوفوا لاحظوا قديش كل ما عم نمشي خطوة لقدام عم نلاقي التركيز دائما عم يكون على أهمية أنه يكون الخبر بيلامس وبهم أكبر عدد من الناس بيقولولكن العلماء الإعلام أو باحثين في الإعلام أو الخبراء من مجال الإعلامي أنه أحداث اليوم التي ستصبح تاريخ للغد هذا هو الخبر أحداث اليوم التي ستصبح تاريخ للغد هي يعني تاريخ بالنسبة للغد أو بالنسبة للمستقبل خليني نقول هو هذا الخبر يلي كتير مهم ولي يعني كتار من الأشخاص بيتلهفوا لحتى ينتظروا ويعرفوا معلومات عن هاي الحادثة طيب ألا هون مرحب أخوض أكتر بتصور بتصوري عن تعريفات الخبر لأنه كتير كبيرة وكتير كتيرة ومنوعة خلونا نفوت ونشوف شو هي تقسيمات الخبر أصلا شلون يعني بجوز تقولولي أستاذة هلت طب شو يعني تقسيمات الخبر من أي ناحية أصدق أنه فينا نحن نقسم الخبر بشكل بسيط رح أقلكن أنه في عنا سبعة أو ثمان تقسيمات الخبر حتى بكرة بس تفوتوا بشغل العمل الإعلامي هتشوفوا رئيس التحريري يقول لك هتطللي هذا الخبر بزاوية الأخبار الدولية هذا الخبر نشره بالمواد ممكن يعني الخفيفة أخبار أخبار أو الأخبار الخفيفة هي أخبار كتير مهمة وبيعتمد عليها المحررين أو حتى مدراء التحرير بأنه تعمل شوية ريست أو ريلاكس من زخم الأخبار السياسية أو حتى العلمية الضخمة وأحيانا اللي عم تكون تقيلة للمتلقي والمستمع والجمهور هلأ رح نبلش نعرف تقسيمات الخبر بكل تفصيل أو بكل يعني أريحية وحتى أنتوا بتقدروا بكرة بس تمسكوا الخبر تقرؤوا خبر بين إيديكن أعرف مباشرة أنا هذا الخبر يا ترى أسمه من الناحية الجغرافية ولا أسمه من ناحية الخفة أو الثقل مثل ما أنتلكون أسمه من النواحي هلأ حنشوف شو هنا تقسيم الجغرافية للخبر شو يعني عندي أخبار داخلية وعندي أخبار خارجية كتير مهم نحن كصحفيين نعرف نعرف أنه أنا الخبر اللي هلأ عم بكتبه بين إيدي هاد بهم الوسيلة اللي أنا عم بكتب لها للمجتمع اللي عم بتوجهله ولا على المجتمع الدولي أو المجتمع الخارجي هذول المعلومات كتير كتير مهمين نحن أنه نعرف يا ترى هذا الخبر لمين متوجه وكتير فعلا مهم هذا الموضوع سواء كان الخبر داخلي أو خبر خارجي شوفوا وقت بالكلام اللي مكتوب الخبر الداخلي هو يقع في نطاق المجتمع اللي عم تصدر في الصحيفة أما الخبر الخارجي فهو اللي بيقع خارج نطاق المجتمع اللي عم تصدر في الصحيفة إذن هاد بشكل أو داخلي يعني محلي نعم محاسن داخلي يعني محلي لدرجة كتير كبيرة وحنشوف اللي تفصيلات أنه كيف أحيانا ممكن يتدخل معي الموضوع داخلي محلي ولا أنه محلي طيب الجريدة هي فضاءها واسع ما بتهم مثلا مجتمع معين مثل اللي هل اللي عم يصير فينا واللي عم يصير معنا بالسوشال ميديا ومواقع التواصل والإعلام الإلكتروني إنه عم يصير إنه أنت يعني ممكن ما تتوجهي لجمهور بحد ذاته بجمهورك عام جمهورك مفتوح هذا التقسيم الجغرافي بجوز يصير عندك لبس شو يعني محلي وشو يعني داخلي حنشوف هل التفاصيل أكتر حسب التقسيمات طيب بس خلونا نشوف مين فاتح مايك كأن في حدا في كل الأحوال حنتابع نحنا الأخبار الأخبار نحنا هنا مثل ما تلكم حسب التقسيم الجغرافي عرفنا داخلي وخارجي محلي مثل ما قلتي وربما خارجي خارج نطاق الجريدة أو الوسيلة أو المجتمع اللي عم تصدر فيه هاي الوسيلة الإعلامية حسب المضمون تقسيم الخبر حسب المضمون وحسب الموضوع هدول يعني والله ألف بقى الإعلام تخيل مثلا أنا أعطي المحرر خبر وما يعرف يقول لي أنه هذا الخبر لأي نوع من المجالات أو أي محتوى من المحتويات ممكن يندرج ضمنه تخيلوا مثلا أنه يكون عندي مضمون له علاقة بالاقتتال والصراع والمواضيع العسكرية والحربية اللي عم تصير بدولة من الدول أو حتى بسوريا ويجي هذا الصحفي الله يرضى عليه يقوم ينشروا بالعمود أو الصفحات المتخصصة بالمجال الثقافي والأدبي أو حتى ينشر لياه ببرنامج بفقرة من الفقرات اللي إلها طابع فني أو حتى رياضي يعني ممكن تصير ممكن وممكن يقع هذا الصحفي بهذا الغلط لكن هون طبعا نحن ما نلوم الصحفي فقط ونلوم دائما اللي أعلم منه اللي سمح بأنه يتمرر الخبر أو يتمرر المادة الإعلامية اللي عم ينشرها بهذا المجال مو بالمجال اللي لازم تنزل فيه إذن أنا كصحفية وبنوجهة نظري أسهل تقسيم لتقسيمات الخبر هو التقسيم حسب الموضوع لأنه أنتو هون مباشرة أي قارئ أي معلومات بسيطة ممكن يكون عندي خمس ست سطور مفرئين أنا بدي أجي كصحفي أعد تحط أدوات ربط بيناتهم وحطهم بقالب معين ورتب الأفكار بما يتناسب مع سياسة التحرير للوسيلة اللي عم يشتغل فيها هون أنا لازم أكون وأنا عم رتب هاي الأفكار لازم أكون حتى قبل ما أرتبها لازم أعرف شو مضمونه لهذا الخبر هون يبين معي هذا اجتماعي هذا عسكري هذا علمي هذا ديني إذن تقسيم المضمون أو الموضوع جداً سهل ولازم يكون واضح عند كل الصحفيين بكل أريحية التقسيم الثالث هو التقسيم الزمني وتقسيم الزمني الوسائل الإزاعية والتلفزيونية الإزاعة كمان أو التلفزيون خليني أكون دقيقة التلفزيون استخدامه أكتر 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 شي على العامل الزمني أو التقسيمات الزمنيه للخبر ليش يا حزركم أنه التقسيمات ليش بيعتمد على التلفزيون بيعتمد على التقسيمات الزمنيه من وجهة نظركم جاوبوا حدا بيعرف ليش بيتم اعتماد التلفزيون بشكل دائم أو بشكل أكبر على التقسيم الزمني للمادة الخبرية اللي بدو ينشره شو بتتوقعوا؟ باعتقد لأنه بكون في فيديو مرفق مع الخبر فبيضطروا أنه يعرفوا وين صار وين تصار وبقى هاي التفاصيل أما بالمكتوب مو ضروري نعرف كل هاي التفاصيل يعني فيك تقولي أنه التلفزيون بيحتم عليكي أنا أعرف هذا الشي مسائي ولا صباحي يعني يعتمد على الآنية الزمنية للحدث هيك بتصور فكرتك يعني حسب ما فهمت أيوة تمام بالضبط حلو حلو كلامك ليش طب نحن هلأ نحن خلوني نركز بس نقطة كتير مهمة يعني نحن هنا وقت عم نحكي على التقسيم الزمني أو حتى على يعني بركز أكتر على الوسائل الإعلام التقليدية ليش صحيح هلأ التلفزيون لكن هلأ وقت عمنا سوشال ميديا وعننا وسائل الإعلام أو حتى الإعلام الإلكتروني بتلاقوا صار في أبديت مباشر يعني صار الموقع أنت ويمكن هلأ إلي عم يشتغلوا بالمواقع بيكتب لك التحديث الأخير وأمتى التحديث الأديم يلي كان للخبر بتلاحظوا هذا الشيء ولا ما بتلاحظوا بتلاحظوا أنه تم تعديل الخبر بسبب مثلا معطيات جديدة ربما أنه صار مساء صار صباحا لازم اعتمد على ركز على العامل الزمني بشكل كتير كبير بهذا الجانب طيب وجهة نظرك بدوني ممكن لا والمحاسم بتصوري اللي جاوبت هو ليش نحنا اعتمادنا على التقسيم الزمني مثل ما تلكن لأنه نحنا بس مر إياعيني عليك هاي هي الجواب يلي أنا بدي انتظره وقت عم منتظره نحنا عم نكون live ونحنا عم نحكي على القنوات live عن القنوات المباشرة القنوات البس المباشرة يعني تخيل هون مثلا والله ما تقل لي إنه مساء الأمس أو صباح اليوم تخيل ما تحكي لي هدول الكلمات أنا شو بيعرفني إنه هذا الخبر يا ترى صار اليوم ولا صار مبارح ولا صار قوة مبارح هذا الشي كتير مهم بالتلفزيون وطبعا أيضا بالراديو لكن تكدرجة أولى بالتلفزيون لأنه أنا عندي صورة مثل ما قالت كمان محاسن وعندي مادة مرئية عم تنشر فأيضا هي ممكن تكون دليل يعني إذا عم شوف فيديو نهاري لازم يبيم معي وأثناء الحديث إنه هذا الاجتماع صار بنهار أو هذا المؤتمر صار الصبح هذا المؤتمر صار بالليل هذا الاجتماع صار بالليل هدول كل تفاصيل أو حتى التوقيت الزمني الدقيق يعني ما عم بيحكي بس إنه ليل ونهار كل هاي التفاصيل لازم يكون ممكن نضيف إنه لديهم خطة عمل ومسلا مشان هيك أصدك بيكون الاعتماد على مثل ما ذكرت يا حضرتك إنه في برامج ممكن بالليل برامج بنهار برامج شهرية وهكذا يعني ممكن صحيح بدور مصبوط بس يعني نحن عم نحكي هلأ بغض النظر عن الخطط البرامجية نحن عم نحكي عن الخبر بشكل دقيق عم نتعمق فيه أكتر عم نقول ليش هذا الخبر إنه يعني لازم يكون فيه تركيز على الناحية الزمنية بالنسبة للتلفزيون لأنه القارئ والمتلقي بشكل أو بآخر أنت لكم رح يضيع ما رح يعرف وين نحن وشو توقيت حصول هذا الخبر بشكل دقيق إذا ما كان الصحفي أو المحرر لهذا الخبر عم يشير لهذا الموضوع بشكل واضح وصريح طيب نحن خلونا ننتقل لتقسيم الزمني عملو لكم معروفة المكان والتوقيت اللي صار فيه الخبر أو تقسيم زمني غير متوقع ما له معروف مسبقا شو بقصد بهذا الشيء؟ بالفعل في عندي العديد من الأخبار وعندي العديد من المواضيع يلي أنا ما بكون بعرف فيها أم ترح تصير أو أم ترح يصير الاجتماع بشكل دقيق ومكسف وواضح هون ما سمح له للصحفيين شرها أكي طبعا لكن لازم يشير أنه لم يتم تحديده وعبارة بأقلها يستخدم عبارة أنه لم يتم تحديد مكان الاجتماع أو زمان الاجتماع أو مدة الاجتماع أو توقيت الاجتماع إذن لازم يشير لهذه التفصيل أثناء صياغته وكتابته للمادة يلي عم يحررها تمام؟ حدا عنده أي مشكلة لحد الآن؟ إن شاء الله يكون التقسيم سهل أنا عندي سؤال إذا ممكن مثل ما ذكرتي قبل شيء حضرتك إنه فينا نشنة ما نكتب الخبر إذا كان مو مرئي يعني على موقع إلكتروني فينا بعدين نضيف الأبدات إذا وصلتنا أخبار جديدة يعني إذا وصلنا تفاصيل جديدة للخبر حلو هلأ شوفي التفاصيل المسموح نحنا إنه نعملها بتصور يعني فيه نقاط معينة ممنوعة نحنا نغير ونبدل فيها يعني مثلا تقليلي اجتماع مثلا بين الرئيس اللي فلاني والرئيس اللي فلاني وبعد شوي تغيريلي أسماء الرؤساء وتغيريلي هدول طامة كبرى إذا تم تغيرهم عرفتي لأنه لأسود أنا شوية تفاصيل ما كانت واصلة لسه أو نتيجة اجتماع معين صار أو زمن أو أحداث يعني مثل أنا كتبت خبر عن انفجار ما صار في دبي من يومين بالبداية أنا كتبته تقريبا بعد ساعتين من حدوث الخبر فما كان فيه تفاصيل كتير كبيرة فرجعت بعدين عملت له أبديت فأضفت شخصية تفاصيل رجعت وصلت عن من الوكالات براب لا طبعا طبعا ما مو غلط مو غلط بيسمح بالإعلام الإلكترونية بيتحمل هذا الشيء إنه يتم التحديثون تلك يعني هذا على مستوى الوكالات الإعلامية وحتى وكالات الأنباء العالمية وأيضا المواقع الإلكترونية المهمة يلي نحن منعتمدها كالبي بي سي ورويترز وأيضا المواقع الإلكترونية الثانية هلا هون ما بعرف قديش يعني متاح إنه أنت لك تزيدي تفاصيل قديش أصلا الخبر بيتحمل إنه فعلا أنت تزيدي هالتفاصيل لكن باعتدال يعني قدر ما كان الخبر اللي نحن عم ننزله مغطي مغطي لكل جوانب الحدث هذا بيكون انت لك أحسن وأحسن وأحسن طبعا بالنسبة للمحرر لكن أكيد أكيد بيصير عند الصحفي معلومات جديدة مثل ما قلتي الموقع أسباب الحريق أو أسباب الانفجار اللي صار هي بتصير أكيد إضافية ومسموح إلى حد ما إضافتها بالمادة الخبرية وربما يا محاسن احتمال هلأ نحن مثلا وقت يصير عندي تفاصيل جديدة عن هذا الحدث اكتب تقرير عنه أو أضطر لنزل خبر تاني إذا بيتحمل الويب سايت تبعي أو إذا بتتحمل الصفحة اللي أنا عم بتشتغل عليها أو المدونة نزل خبر تاني وأكتب تتمة للخبر اللي نشر سابقا على صفحاتنا وهيك هيك مننشر بقى تفاصيل جديدة لكن بالمجمل نحن فينا نضيف هاي المعلومات بالخبر بقدر اللي بيحمله الخبر اللي أنا أصلا تعتبته طيب خلونا نشوف في التقسيم الرابع للخبر وهذا التقسيم الرابع للمادة الخبرية حسب الانتاج شو يعني خبر جاهز وخبر مبدع الخبر الجاهز والخبر المبدع هون أنا بحس هذا التقسيم فيه شوية اشحاف أو يعني هيك بتحسي إنه عمي حجم الصحفي يعني في عندي صحفي بيقدر يكتب لكن بيعتمد بشكل كتير كبير على مصادر الوسائل الإعلامية الثانية أو العلاقات العامة أو حتى البيانات والحصائيات الصحفية بيكون خبره إلى حد ما عنده كم كبير على هذا الجانب أو الاعتماد على المصادر يلي هو بالتالي عم يكون أقرب ما يكون للخبر الجاهز ولكن هو فقط جمع أدوات ربط ونزل الخبر على الويبسايت أو حتى طلعه على وسائل الإعلام الخبر الصحفي الخبر المبدع هذا حسب الانتاج بيقول لكم أنه بيشتغل الصحفي أكتر على موضوع الصياغة وموضوع التحرير وموضوع ترتيب العناصر بما يتناسب مع رؤية الوسيلة اللي هو عم يشتغل فيها والمجتمع أيضاً ورأيته هو كصحفي أصلاً اللي لازم يكون له بصمة ولو ما يكون له رأيي أنا عم بحكي عم يكون له بصمة بتحرير وصياغة هذا الخبر اللي عم يكتبه إذن في هذا التقسيم أنا ما بحبه أبداً لكن موجود موجود على كل الكتب الإعلامي اللي درسناها إنه قد يكون في عندي ربما هذا بيشتغل عليه أو بيستخدمه رئيس التحرير ومدير التحرير في الحكم على الصحفي اللي جايل عنده جديد اللي بلاقي إنه في إبداع لهذا الصحفي بيكون خبر مميز مثلاً نعم يعني خبر مميز بالانتقاء أصدق ولا خبر مميز بالصياغة إذا خبر مميز بالصياغة طبعاً نحن هات تركيزنا هون أصلاً يعني أصلاً نحن عم نركز إنه الإبداع إبداع الصحفي هون عم يكون بصياغته وتحريره لهذه المادة وليس في يعني فقط نقله ونسخه للأحداث اللي صارت ووضع بعض أدوات الربط ونقله على الوسائل الإعلام بالسنين معاً طبعاً بيكون بهالحالة مبدع قولاً واحداً طيب خلونا نشوف التقسيم الخامس اللي في عمنا التقسيم حسب الوزن هاتي اللي بقصده وأتقلت لكم الأخبار اللايت والأخبار الجادة والأخبار التقيلة في كم كبير من الوسائل الإعلامية فعلاً بتعتمد على هذا النوع من التقسيم وبتصوري يعني عايب كتير كبير وقت ما بتكون وسائل الإعلام سواء كانت قنوات أو سواء كانت سواء كانت قنوات أو حتى أن تلكم إزاعات أو حتى منصات على الفضاء الكتروني كتير معيبة أو حتى الصحف المطبوعة والمجلات والدوريات إذا ما كانت بتاخد بعين الاعتبار بين الخبر الخفيف والخبر الجادة شو يعني الخبر الخفيف مثل ما أتقول لكم أخبار خفيفة يعني قدر الإمكان بتحاول تكسر الجمود والثقل الأخبار التقيلة يلي فيها أحداث مؤسرة يلي فيها أحداث سياسية عنه فيها قتل فيها يعني أحداث مؤسرة مثل ما ذكرنا هدول الأخبار الثقيلة وجود بأما الأخبار الطريفة أو أخبار خليني نقول خفيفة ما يكون طريفة لأنه قد تتضمن أو تندرج ضمن الأخبار الطريفة الأخبار الغريبة أخبار الفن والبياضة بيدرجو لكم ياهم ضمن أخبار الخفيفة أما الأخبار الجادة فهي دمتم أنتلكم بتركز على الموقف على الأمور المؤثرة اللي صارت بالمجتمع وأثرت أكيد على حياة الناس بشكل واضح خبر التقسيم حسب الوزن أنتلكم قولا واحدا مستخدم بكل الوسائل الإعلامية وأيضا بمواقعكم لازم يكون يا محمد ويا بدور أو يا محاسن لازم يكون هذا التصنيف حقيقي واضح وأيضا حتى مفرز له ممكن يكون مدرج ضمن تبويب يعني مختلف عن باقي التبويبات اللي عم تكون للأخبار التقيلة والجادة التصنيف حسب القالب فيه عندنا خبر مجرد وفيه عندنا خبر مفسر شو عن خبر المجرد؟ الخبر المجرد هو اللي بيقتصر على تقديم الحدث وتسجيل الوقاع فقط بدون ما يقدم تفسيرات، إحصائيات، معلومات خلفيات عن الحدث في بعض الأخبار إذا منشوفها نحن على وسائل التواصل أخبار فقط بتعطيني زبدة، يعني ما بتعطيني لا كم مرة اجتمعوا، ومثلا إذا كان فيه اجتماع، خبر العلاقة به اجتماع ووزيرين أو رئيسين أو وفدين أو حزبين ما بتعطيني لا خلفية عن هدولة الحزبين ولا بتعطيني مثلا كم مرة اجتمعوا بهالزمنات ولا بتعطيني الأخبار العاجلة أخبار مجردئة ربما تندرج أيضا ضمن الأخبار المجردئة لأنه نحن لسا ما عندي، يا بقصد أو بدون قصد الأخبار العاجلة بدون قصد، بدون قصد أنا عندي هات القدر من المعلومات أما الأخبار المجردئة، لكن صحفي بقصد متل ما أنت لكم هون إنه ما بدو يعطي تفاصيل أكتر من هيك، ما بدو يفسر من هنن أصلا الحزبين ولا بدو يقدم أمت تاريخ تأسيس هدول الحزبين، مثلا وأمت كم مرة اجتمعوا وفشلوا وما تم التنصيق أو التحقيق يعني ربما تصالح أو يعني تقريب وجهات النظر بين هالحزبين هاد اسمه خبر مجرد، إنه أنا قدمت معلومات ونتلكن سلام عليكم أما الخبر المفسر فهو اللي بيعطي تفاصيل أكتر وأيضا هاد من وجهة نظري تقسيم سهل للخبر يلي بين إيديي وبيقدر أنا كصحفي بيخفف عليه شوي يعني أنا وسلم وقت بيعطيني رئيس التحرير أو مدير التحرير بيعطيني خمس ست أخبار وبيقلي هذا الخبر نحن عنا هيك معلومات عنه وبيقلي أنه لا يعني ما أنا مضطرين نحن نجيب عنه خلفيات هون ساعتها أنا بشكل مباشر رح يبين عندي هذا خبري بسيط خبري مجرد خبر المفسر لا وقت بيقلي رح يدوري شوي فوتي على مواقع التواصل أو فوتي على الوسائل المواقع الكترونية شوفي شو كتبوا عن هذا الاجتماع من سنتين مثلا هون بقى بلش تفسر وعطي معلومات جديدة إضافية ومن وجهة نظري أيضا هذا التقسيم للخبر من التقسيمات السهلة اللي بتريح الصحفي وبتخلي يعني يقدر يتعاطى معه بشكل سهل خلونا نشوف شي سابعا بتصور في عنا من حيث التلوين شو منقصد فيه الخبر الملون خلونا نشوف الخبر الملون أو الخبر الموضوعي الخبر الملون هون بيصير في عنا حزف لبعض المعلومات أو تجاول بعض المعلومات مثل مثلا أو حتى الوقائع المتعلقة بالحدث أما الخبر الموضوعي فبيشمل على كافة المعلومات دون زيادة أو نقصة شامل وموسع بيصير الخبر صحيح هذا إذا بدور أنت أصدك على أي شي على الخبر ما تركزته هون إحنا أصدك على الخبر الملون إذا أصدك على خلونا لا أقصد على المفسر آه برافو عليك شامل أكثر بالضبط أكيد 100% تمام أكيد الخبر المفسر هو لأنه عم يعطي تفسيرات ووقائع إضافية الخبر الملون هون شو منقصد فيه الخبر الملون هون آه عم يحزف بعض المعلومات أو يجاهل بعضها بعض الوقائع آه من الحداث وهاد شوفوا هلا بمسلم تقولولي نحن كصحبيين مو لازم نكون موضوعيين ولازم نجيب يا أستاذي كل الوقائع وما نتجاهل بعض الوقائع ما رح قلكن للأسف وإنما قلكن سياسات التحريرية وبعض وجودك بمواقع إعلامية بتطلب منك أنه أنت تركز على معلومة وتجاهل بعضها أو تهمشها خليني أقول مشان ما أتجاهل أو أنه أحزف أو أتجاوز معلومات معينة وإنما همشها وخليها للأخي ربما هاد هو الخبر الملون لأنه أنا عم مركز كل زخمي وكل اهتمامي بالخبر على الأحداث الثلاثة الأولى هي اللي هنه أنه صار هذا الاجتماع مثلاً بإيران وحضور عدة رؤساء واللي كان هدول الرؤساء مثلاً مو متوقع أبداً أنه يجتمعوا مع بعض شوفوا شو عم مركز عم مركز هيك عم حض دخل المعلومات بما يتعلق بجانب معين وتجاهل فرضاً أنه هذا الاجتماع هو أصلاً بشكل دوري بيصير بإيران أنه ما في شي جديد يعني عملت أنه الحدثة اللي صاير بإيران أنه شغلة كثير كبيرة وروا أنه هو يذكر أنه بخلفية الحدث بحط أنه هذا الاجتماع هو مو الأول من نوعه وإنما يعني كذا كذا بإسلوب معين ممكن حط معلومة وفي بعض المواقع هيك اللي بتقولك حسفة ما بديها خلص ركز أنه هذا الاجتماع أول مرة صار بإيران واجتمعوا دول الرؤساء اللي كان مو من المتوقع أبداً يجتمعوا ويتصالحوا ويكونوا مع بعض تمام هيك هذا اسمه خبرنا ملون خبر الموضوعي عكسه تماماً أنا جبت كل المعلومات المعه والضد المؤيد والمعارض جبت اللي بخالف سياسة التحرير واللي بقيت سياسة التحريري السياسة الأجندة تبع الوسيلة اللي عم يشتغل عليها كتبته بكل تفاصيله هاد هو اسمه الخبر الموضوعي حدا عنده أي استفسار لحد الآن صار مارع عنا تقريباً ساعة وإن شاء الله يا رب تكون مادا خلقكم نحنا عنا تقسيمات الخبر جداً حلوة ولذيذة وبتساعدكم أنتوا لحتى تكونوا ريلاكس وانتوا عم تكتبوا وتحردوا وتشتغلوا على موضوع التحرير بشكل سهل خلونا نشوف القالب من حيث الشكل الفني شو حيث الشكل الفني موت قصده أنه هو العلاقة بالمواضيع الجانب الفني أو المعلومات الفنية والأحداث الفنية ولا أبداً نحن هون عم نركز على الأسلوب أو الشكل الخارجي للخبر يعني خبري يا ترى بسيط والخبري مركب في أنس على ما أعتقد يمكن أنس نزل اليوم موظيفة وقال لها علاقة قال لي يمكن هذا الخبر يا الستايل يعني عليك يا بدور أسعفتيني فيها الستايل فعلا الستايل يلي بيطلع فيه الخبر الخبر أنا بين إيديي شفته هيك أربع عندي خمس ست سطور أو عندي فقرة كاملة لقيته موجود نازل الخبر على رويترز أو موجودة بأي وكالة من الوكالات بس هذا الخبر ضهد في يا الله يعني صاير فيه انفجار ونصه بسوريا ونصه بالعراق مثلا لأنه على الحدود فهون أنا ما عدت عرفت هلا شو حنقرأ وظيفة وظيفة أناس كثير تشبه هذا الشي الخبر المركب هذا هو خبر مركب يعني عندي عدة معلومات وعدة تفاصيل عن الحدث لكن هذا الحدث نفسه بتحس انه صاير بمنطقتين تمام ساعم نحكي من ناحية المكان أو صاير بيعني توقيت زمني مختلف بمكانين يعني إذا في عندي تفاصيل متعلقة يعني أو صاير بدولتين أو صاير مثلا يعني فيه تفاصيل ممكن تصير بتحسسنا شو يعني خبر مركب ورح يتبين معنا شو يعني خبر مركب خبر بسيط واقعة معينة اجتماع أو مثلا تأهل الفريق الفلاني للنهائي هذا ما فيه يعني ما بيحتمل أصلا يكون مركب هذا الخبر إنه هذا الفريق يلي هو تأهل بطولة دوري أمم أوروبا وخلص هو رح يلعب النهائي الساعة الفلانية عنده خبر لواقعة وحدة محددة يعني بتشمل عناصر العناصر اللي لازم تكون موجودة اللي هنا الأساسية من ماذا ومتى وإين وكيفا ممكن نصيغون بهذا الخبر البسيط الخبر المركب ممكن شايفين هي من ماذا ومتى وإين وكيفا ممكن تكون مرتين عندي إياها صايرة لأنه حصلت بزمانين حصلت بمكانين حصلت بدولتين نفس الحدث اللي عم بحكي عنه ربما أخذيني مثلا قرب لكم إياها فيضان مثلا فيضان وسيول مثلا كوارث طويعية زلازل يا أختي هالزلازل صارت بدولتين أنا عندي من ماذا ومتى وكيفا ولماذا صارت بالدولة اللي فلانية بس دي أجعل أحكيهم نفسهم بالدولة اللي فلانية عاطسا عندي خبر مركب هاي بس صبت لكم يا شو يعني خبر مركب لأنه يعني حادثة واحدة يعني فكرة واحدة خليني أقول خط عريض واحد وعم يندرج معهم نقطتين ربما أو ثلاثة بيشبهوا بعض بدي يشبك بيناتهم باسلوب معين وهون بتكمن أيضا مهارة الصحفي بأنه يقدر يجب لي هالخبرين أو الحدثين اللي صايرين أو الحدث الواحد بدولتين معينين باسلوب ما يضيعني لأنه الخبر المركب من اسمه مركب ربما يصير في عندي كركبة في الوقائع والأحداث اللي صارت وضيع يا ترى هات صار به هون ولا صار هون والله ما عاد تعرف الضيع عن الصحفي ما لازم أوصل أو يوصل كمتلقي لهذا المرحلة وإنما لازم يكون في سرد سهل وبسيط طب ترون نشوف تكوين جسم الخبر هلا هون بقى فتن للب وفتنة للصميم أنتوا كصحفيين كيف لازم يكون بين إيديكن هذا الخبر أو هاي المادة اللي أنا بدي نزلها على مواقع الكترونية أو نزلها على الراديو البس المباشر أو نزلها على القناة أو أيا كانت أو على الجريدة المطبوعة أيا كانت هاي الوسيلة لازم أعرف كل خبر من هدول الأخبار اللي أنا عم نزلها لأنا مسؤولة مسؤولة أمام المتلقي أنه هذا الخبر اللي عم قدمه ثقة وتمام التمام لازم يكون في عندي تكوين للخبر أصلاً بنية الخبر لازم أنا عارف شو بقى هاي شو بقى هذا التكوين تعالوا شوف تكوين الخبر أو بنية الخبر من شو بيتكون أكيد كلاياتكن حتقلولي عنا نحن عنوان عنا مقدمة أو بجسلولي عنوان خبر وخلص لا العنوان هو عبارة عن عفوا الخبر هو عبارة عن عنوان جسمه لهذا الخبر جسم هاي الكتلة المكتوبة أو المرئية لازم تكون عبارة عن عدة تفصيلات وتقسيمات وكل ما قدوا أنتو كصحفيين شغالين عليها بشكل يعني مفصل أو أنتو عم تعرفوا وين تقسموها مضبوط كل ما قدرتو تكتبو وتقدمو مادة سهلة وما لكم يعني هيك ضايعين أو ما لكم عرفين شلون تخدمو ما لكم عرفين شلون تبلشو ولو أنو أنا بشوف الصحفي أصعب ما يكون عمدو المرحلة يحذركن شو هي ليست كتابة الخبر وإنما أصعب مرحلة بالنسبة للصحفي هي كتابة العنوان طيب خلونا نشوف هلا بقى شو هي مراحل مراحل اللي كنا عم نقول مراحل كتابة أو بنية الخبر بحد ذاتها بنية الخبر أول شي عندي عنوان عنوان الخبر ولي بشمل عنوان رئيسي وأيضا عنوين فرعية تمهيدية هلا حنشوف شو هنن أو عنوين سانوية أحيانا حسب التقسيم اللي بتختلف المدارس نحن منعرف أنه المدرسة الكبيرة اللي نعتمد عليها نحن العرب بتحريرنا الصحفي هي المدارس المصرية ومدارس المحررين والصحفيين وأساتذة الإعلام المصريين لأنه بالفعل هنن عملوا عمل كتير جبار بأنهن عملوا ترجمة للأبحاث اللي كانت عم تجينا من أمريكا أو أوروبا وتم ترجمة هذا الزاد زفيني يحكي أو الموروث الإعلامي والمناهج الإعلامية وتم ترجمتها للعربي عن طريق المدارس المصرية أو المدارس والباحثين المصريين الباحثين المصريين بحد ذاتهم هنن أيضا بتشوفوا أنه اختلفوا بتقسيمهم للجسم الخبار ناس بيقول لكم أنه نحن عنا عنوان متن وخاتمة ناس بيقولوا أنه في عنا عنوان مقدمة متن وخاتمة وهي التصنيف الأضط والأصح شو يعني عنوان؟ شو يعني مقدمة؟ شو يعني متن؟ أو صلب؟ أو جسم؟ هذول كلها نسميه متن؟ وشو يعني خاتمة؟ هنشوف أنهم بالتفصيل واحدة واحدة العنوان، العنوان يا جماعة هو هلا نحن بلش نقول لكم شو الأنسب بكتابته يعني تكتبوه بجملة إسمية، تكتبوه بجملة فعلية، وين لازم نكتب الفعل، وين لازم نكتب الجسم، شو لازم يكون بالضبط كل هالتفاصيل حنعرفها هون هلا بالعنوان بهاي الميزات العنوان، العنوان هنقول لكم أنه لازم يكون جملة إسمية، الفعل المستخدم في حالة استخدام فعل لازم يكون بزمن الفعل المضارع حتى يعطي للخبر حيوية، مع ملاحظة طبعاً أنه الفعل المضارع بالعنوان بيعبر عن الماضي والحاضر والمستقبل ليس فقط أنه الفعل الحاضر، ولازم كمان يكون العنوان مختصر أكيد مفيد جذاب يعطي معلومة مهمة، ويجذب القارئ، طيب، نحن حطينا ببعنة، أنا التولية أستاذ هلا سهلة علينا، أنه يكون مختصر ومفيد وجذاب، يعني أدرانين نحن نعملها قدر المستطاع، طب يكون جملة إسمية، بعض الناس اللي ضعاف شوي بالعربي بجوز يقولوا يعني شلون ما تبلش فيها، لو جملة إسمية ما عم بعرق، حنشوف نحن، ما رح نشوف نمازج لأنه أنا بدي أطلب منكم أنتوا تطلعوا النمازج، في الوظائف اللي هي، هتجي إن شاء الله لبكرة طيب إذن أول شي، الشرطة نحن لازم نكون متفقين عليه، نحن بين بعضنا أنه العنوان لازم يكون جملة إسمية وإمكان وفلابد، بدنا نحط فعل، فبنستخدم فعل مضارع، وهذا الفعل المضارع حيوحي للمستقبل وللحاضر وليس فقط، وأيضاً ممكن يكون يعبر عن الماضي، وليس فقط عن الوقت الحاضر أو الحالي عن أشكال العناوين، فعلاً نحن درسناها، يعني ما بتصدقوا نحن بالإعلام، درسناها محاضرات مطولة شوية أشكال العناوين المادة الخبرية أو حتى عناوين المواد الإعلامية بشكل عام لكن خلينا نحكي هلأ وركز عن الخبر، لأنه الخبر له خصوصية ولازم يكون عنوانه كتير مدروس، كتير كتير يعني بشكل أو بآخر تماماً، أكيد الجملة الإسمية هي مبتدأ أو خبر، يعني هي بداية حتكون مبتدأ وخبر الجملة الإسمية كانت عم تسأل ودود، طيب نحن حنشوف شو العنوان، وعنوان أشكاله وعدد أشكال في عنا عنوان خبري، مثل ما قالت بودور لأنه يعني بلشنا بمبتدأ أو خبر، مبتدأ أو خبر، في عنا عنوان استفهامي، عنوان اقتباسي، عنوان رئيسي هلأ شوفوا تبقى هاي نحن أنواعه، في عنا عنوان خبري استفهامي، اقتباسي، وفي عنا عنوان وصفي أيضاً في عنا عنوان ربما اقتباس ليس اقتباس من قول المسؤول وإنما الحكمة يعني أخذت بيت شعر، أخذت حكمة، ممكن كعنوان أخذه بالمادة الخبرية حسب ما بيتطلب أو حسب ما بيتحمل الخبر بحد ذاته اللي عم حرره طيب، أنت لكون، من ناحية الأشكال عنا كثير أشكال للخبر، للعنوان وأهم هاي الأشكال، إما العنوان الخبري أو العنوان الاستفهامي ويلي كثير للأسف من الصحفين بيستخدموا هذا النوع لحتى يهربوا من الإبداع بصياغة العنوان وأنا كاشفة كثير من الصحفيين يلي بالفعلاً بيهربوا أو بيستخدموا العنوان الاقتباسي لأنه باعتبارهم المعلومة موجودة عندهم وما بتتطلب كثير من الجهد هنا بس إما بيحطوا القوتيشن، هاي الاقتباس، يعني الشرطتين طبعاً الاقتباس أو القوسين للأقتباس، أو بيحطوا يعني علامة الاستفهام في نهاية العنوان وهون هنن ما عندون كثير، ما بازلوا جهد كثير كبير بصياغة العنوان لكن الإبداع بجلة حقيقةً بكتابة العنوان الخبري طيب خلونا نشوف أنت لكم في عنا للأنواع أو للعنوان، عم قولكم خبر للعنوان في عنا أشكال أو يعني تفريعات، في عنا عنوان رئيسي، بعض المدارس بتسميه عنوان تمهيدي، وبعض المدارس المصرية أيضاً بتقولك عنوان رئيسي، وأيضاً في عندي عنوان تمهيدي، أو عنوان افتتاحي، تخيلوا وخاصةً هذا الشيء منشوفه وين يا حزركم؟ منشوفه بالصحف المطبوعة بشكل أو بآخر، أما بالتلفزيون وبالراديو ما بنشوفه في العنوان، يعني نحنا ما رح نقدر كجمهور متلقي مستمع مشاهد أنه نعرف أنهم في عنوان، أصلاً هي ما لازم تكون بالخبر في عنوان بواز عم تقرأ على الأوتوكيو، أنتم تعرفوا الأوتوكيو هو الجهاز اللي بتقرأ منه المزيعة أو مقدم الأخبار أو مقدم البرامج، فما فيه، والله تخيل والله مثلاً هلأ هون يقول مثلاً مقتل أربعة أشخاص جراء قصف عنيف فيك كذا، تمام؟ هات عنوان، هات عم بحكي عن بالجريدة موجود، حطينا شوي بالجريدة شوية معلومات عن الحداث هون حطيت عنوان فرعي داعش وراء هذا الداعش المنفذ أو المنفذ داعش مثلاً، طيب، هذا تخيل مثلاً والله المزيعة هون المنفذ داعش وترجع تنتقل للفقرة الثانية اللي عم تشرح عن هذا الموضوع إذن ممنوع من عم باتن يكون في عندي عنوين فرعية في المادة المرئية، في المادة المرئية يعني سواء كانت أو المسموعة أيضاً، هذا الشيء ممنوع بصياغة الخبر وإنما عندي تلاتوبية أخرى، رح أحاول أحكيكم عنها بضوء تجربتي صغيرة بالتلفزيون وبشغلي بالتلفزيون كيف يكون في عندي نص الخبر بالقنوات أو حتى بالراديوهات أما بالوسائل المطبوعة أو المكتوبة حتى بالويب سايت الإعلام الإلكتروني عندي عنوين فرعية ولازم تكون يعني على مستوى من الجذب لحتى تحقق متابعة يقدر المطلقي يقرأ ويتنقل بشكل مباشر بين فكرة وأخرى نحن في عنا خصائص كتير مهمة للخبر وذكرنا شوي قبل، ذكرنا شوي عن هالخصائص وقلنا أنه لازم يكون جذاب ومختصر وقلنا أنه لازم يكون محدد هالي يومنا عوض الحروب جر في العنوان؟ لا ما بيمنع ما بيمنع أبداً يعني فين يقول مثلاً مثلاً في القنيترة أو في حلب، في حلب مثلاً أفتتاح مشروع تجاري كذا كذا، فبتحط جباري أين الموفع هو استخدام فيه أو مع أو يعني أي أداة من أدوات وحروف أجر لازم يعني ممكن مو لازم تكون موجودة بالعنوان لكن أكيد ما لازم تكون خمس ست مرات أو أربع خمس مرات أو تلك مرات أفتتوا كيف؟ لازم تكون مدروس هذا الاستخدام ومكسب ومختصر أكيد أهم خصائص العنوان لازم يضمن أهم عنصر في الخبر هي عطيناكم أهم شيء تقدروا تكتبوا منه العنوان مساكت هالخبر وأنا بنصحكم ولازم أنتوا يمكن هاي اللي ما درس احتمالي اللي ما درس كتير صحافة احتمال ما حدا ينبهوا عليه هاي القصة ممنوع من عم باتن تكتبوا العنوان إلا بعد ما تكتبوا الخبر إلا بعد ما تكتبوا كل الخبر أو قني يقول أقل شي 90% من المادة الخبرية يدي مطلوبة ممكن ليش ممنوع تكتبوا العنوان؟ لأنه أصلا أنتوا مقدرتوا لحد الآن تكونوا رؤية واضحة ورأي رأي صحفي هون ما رح يكون والله مثلا يعني واضح وصريح مثلا ممكن يكون جريمة بشعة يرتكبها أو اتكبتها عناصر أو ميليشيا كذا كذا ترتكب جريمة أو أي شيء معين هلا هون كلمة بشعة وكلمة شنيعة أو كلمة مثلا قصف عنيف كلمة عنيف هم متاح ومباح استخدامها لكنه مم مباح تكرارها بنفس العنوان تمام؟ إذن أنا أقول لكم رأي الصحفي أو رؤية الصحفي هدول الكلمات تبع عنيف وكبير وانفجار ضخم هدول الكلمات مباح استخدامهم ولا تكون يعني تعكس رأي الصحفي وإنما هي متطلبات صياغة هذا العنوان بتفرض كل جيد والأهم نشوفه هلا انتبهوا هون الفكرة أنه نبتعد عن التضخيم أو التقليد يعني مسلا أنا أقول انفجار ضخم ويطلع ياادوب دعيني لكم ما بعرف يعني هذو مثلا مجوز صوت فتاش أو شي شغلة يعني تطلع آخر شي أو ألعاب نهارية يعني الابتعاد عن التضخيم هاد هو مقصدنا وهاد هو يعني ألف باك كتابة العنوان لما نضخم ولا ما نقلل ولا من نهمش ولا من يعني من خلي ما نعطي أهمية للخبر اللي نحنا عم نكتب عنه إذن هاد كتير من الخطوط الأساسية لكتابة العنوان انتقاء ألفاظ معبرة في قوة وعمق الخبر مثل ما نتوكن هاد عمق الخبر يعتمد على العنصر الأهم من عناصر الخبر اللي أصلا استخدمتوا لأن نحنا عرفناهم شو ونين يعني من وماذا ومتى وكيفا وأين وماذا صار أصلا يعني هدول بس أخد أهم عنصر بانتقي أهم الألفاظ المعبرة واللي بتعطيني عمق لهذا الخبر أحيانا معاني من عنوين استنتاجية من قبل المحرر هلأ بتشرح لي يا محمد شو يعني الاستنتاجية بتقصد فيها وإذا بتقدر تضرب لي مثال لحتى نحنا نكون نوضح للشباب مقصدك من الاستنتاجية إذا بتقدر تكتب أو حتى إذا بتقدر تعمل مداخلة بس انهي الفكرة الأساسية هون تبع العنوان المطابقة التامة بين العنوان والمضمون ويا جماعة يعني هاي يعني والله العظيم طامة كبرى بيشتغل عليها الصحفي للأسف وأحيانا بيفكر حاله مثل نوعف أنا حسيت كلمة محمد أنه استنتاجية يعني فلهوية الصحفي لو بيشتغل على الموضوع فلهوي أنه هو استنتاج أو لأ أنه فيني أنا خلص يعني شوف أنه هذا العنوان كتير مطابق لهذا المحتوى وبيكون هو بعيد كل البعد عن المضمون والمحتوى اللي بيحكي عنه الخبر هون إذن مطلوب منكم كصحفيين الاعتمال على موضوع المطابقة التامة بين العنوان والمحتوى استخدام الألفاظ المعبرة وأيضاً البدء مش بالإسمية اتعاد عن التطخيم والتقليل أو حتى تطخيم يا تهويل أو حتى التقليل من أهمية الخبر وأن نكون واضح وموجز ومختصر وجزاب بنفس الوقت شوف ها فلهوية تمام هلا هي بشوف لألك قد تصعفه بعض الأحيان المحرر يا محمد أنه يكون الصحفي الفلهوي وهو أنا ما عم منتقس من موهبته للصحفي هون وإنما قد تصعفه يعني يكون متناسبة مع جو الخبر اللي عم يكتب عنه هذا العنوان اللي مثل ما عم تقول قد يكون يحمل طابع الاستنتاجي لكن ما بيصير ما بيصير يكون حكم مطلق من قبل الصحفي من قبله من قبله نحن ما نتبهو إذا كان مثلاً عم يقول هذا الحكم أو هذا الرأي أو هذا الاستنتاج وينسبه لمصدر أنت عيني معلشي أنا ما عندي أي مشكلة بالعكس كتر منهم قلل منهم أنت على راحتك نوع بيناتهم ما في مشكلة أما أنه يعتمد دائماً دائماً على عنوين استنتاجية ولا تكون في محلها ولا تكون يعني بتخوله أنه هو عن جد يستنتج هذا الاستنتاج العميق واللي يعني مثلاً يقول أنه حرب باردة بين الدولة الفلانية والدولة الفلانية ويكون أصلاً ما في جنس الاحتكاك والتصادم والاقتتال بيناتهم فهات كارثة كبرى وطامة لازم الصحفي هذا شوي شوي يتخلى عن هاي المشكلة تعالوا نشوف محاسن شو قالت محاسن عم تقول رأيك بالعنوان السؤال فأنا انتلك الصحفي أو المحرر يلي حابب يبتعد عن الإبداع بيستخدم العنوان اللي هو عنوان السؤال أو عنوان الاقتباس ليش؟ لأنه لأنه هو هون ما كتير يعني عم يعطي مجال لرؤيته لحتى تكون واضحة حتى يقدر لخصلنا الحدث اللي صاير بعنوان مبتكر بشكل صياغة حقيقية خبرية وإنما تهرب من هذا الطريق بعنوان السؤال ومع ذلك أنا لا أغبن حق وحرية الصحفي لكتابة عنوين اللي بتتحمل أسئلة وإنما باعتدال يعني ما تكون والله أنت مثلاً يا محاسن أنت عندك مثلاً مسؤولة عن ثلاث مواد أو ثلاث أخبار كل يوم لازم تكتبها وأخبارك كل يوم كل يوم اللي بتكتبها والقارئ صار يعرف أنه محاسن أكيد حد تبليش بسؤال أكيد أكيد حد يكون عنوان سؤال وإذا مو عنوان الرئيسي عنوين الفرعية كمان هذا غلاط ليش أنه أنه أنت شوي شوين حد تحسي حالك ما عم بتأبدعي رح تقول لي لي أنه أنا وقت بعمل سؤال بالعكس بخلي القارئ ينجذب نعم ببعض الأحيان أنا بقول لك تمام مئة بالمئة صحيح تجذب هاي العناوين اللي بتحمل أسئلة تجذب أن القارئ يا ترى يعرف أو تشوق لمعرفة الإجابة لكن باعتدال وكل شي زال عن حده شو ألب ضده إذاً فيك تستخدمي عنوان السؤال وما في أي مشكلة إشكالية لكن العنوان الخبري هو اللي بيحتاج وقت أكبر بالصياغة وأكبر بالكتابة ويعني بالتحرير غرز الرأي أحيانا في الخبر هي تؤدي لغرز الرأي في أحيان الخبر تماما هي اللي كنا عم نحكي عن العناوين الاستنتاجية والضبط هي لأنه بصير فيه الواحد بشكل أو بآخر حاسس حاله لا تكتب خبارين حاسس حاله يكتب مادة مقال أو تعليق أو تحليل أخباري مسمح لهم فيه فعلا يحط رأيه بهذا أو عنوانه بهذا الأسلوب طب قلونا نشوف غير شي ما بعد ما يحدث معنا الوقت لسه السبعة ونص نحنا معنا لسه من الساعة تماما إلا ربع تماما إحنا منقلة بلنشوف الوظاير حنكمل نقل أحداث موضوعية بدون تهويل هاي نفس الفكرة اللي قلناها إنه لازم ما ضخم ما قلل من الهمية وبنفس الوقت لا هول ولا شوه ولا زير ولا ضلل بالخبر اللي عم بنشوف الإجاز باختيار الكلمات المناسبة إذن فعلا هي هاي الإجاز هو من أهم سمات نجاح كتابة العناوين إنه أنا بكتب عنوان موجز وبنفس الوقت ملخص وجزاب بنفس الوقت هي مهمة ليست بالسهلة هيك عم قل لكم دائما خلوا مهمة كتابة العنوان بس تكون رؤيتكم عن كل الخبر خنصت وانتهت وصار بين إيديكم المادة عبارة عن 300 كلمة 250 كلمة 150 كلمة أين هو وصار قادرين أنتوا هلا تشكلوا الأفكار بشكل دقيق دقيق حدا عنده أي سؤال يجب على العنوان أن يجيب على أحد الأسئلة أو عناصر الخبر الستة هذا نفس الشيء بلشنا فيه بالبداية أنه لازم يتضمن أهم عناصر من عناصر الخبر ومعيب جدا أنه ما أعرف بالعنوان أحد الإجابة عن هذه الأسئلة سواء كان من وماذا ومتى ولماذا وكيفا وأين لازم يتضمن أحد دول العناصر وإلا كمان هو خبر هامشي ولا يعني لي ولا يندرج ضمن العنوين الأساسية والمهمة والصحيحة يلي كاتبها المحرر خلصنا من مسألة العنوان مسألة العنوان أنتوا لازم تكون ليست مثل ما قلت لكم إياها لأنه قلت لكم إياها أول نقطة قلت لكم إياها حسب تكوين بنية الخبر وإنما أنتوا لازم عن جد تكتبوها آخر شيء حتى على فكرة العنوان الفرعية لا تحاول تكتبوها وأنتوا عم تكتبوا الفقرات لكن خلوا عندكم ورقة أو ألم أقولوا أنا هلأ مثلا هون بدي أحكي هون بهالفكرة رح أحكي شوي عن حزب العدالة والتنمية الفكرة اللي بعدها بجوز أحكي عن حزب الشي اسمه هذا تبع هون الشعوب الجمهوري أو الحزب الجمهوري اللي هو أنا هون بدي أكتب فعندي أنا هون أفكار عن تراتبية الأطراف اللي عم بحكي عنا بالخبر هو ممكن أن أحط على جنب الورقة أنه بجوز العنوان يكون إلو علاقة بهذا الطرف تمام نسموح تحطوها على ورقة لكن أنه تكتبوها وتعدوا تصيغوا العنوان وأنتوا لسا عم تكتبوا الفكرة كلها وتحضروها وتعملوا أدوات الربط وتنضضوها وتندققوها بشكل صحيح فهذا ممنوع من عمباتا طبعا بالصحف المكتوبة بصحف المكتوبة وبوسائل الإعلام الكترونية في عنا أمر ضروري أنه نحن نشير لمين كتب الخبر ومين حرر الخبر ومين أصار هاي المادة الإعلامية كتابة اسم الكاتب تحت العنوان أمر في غاية الأهمية بالنسبة للصحف وبالنسبة للوسائل الإعلام الكترونية مثل ما تلكن الإعلام الكترونية أما هذا الأمر أيضا لا ينطبق على الراديو والتلفزيون يعني وين ممكن نشوف أنا اسم الكاتب الخبر يا حزركم؟ أحد تجاوبي بالراديو أو التلفزيون؟ بالراديو والتلفزيون لا يوجد طيب محمد اسماعيل هل هناك أي مداخلة تانية بهذا الموضوع؟ سأقول لكم أنا يا شباب بصراحة لا لا يوجد هنا أين أضع اسم الكاتب الخبر أو اسم الكاتب صاحب التقرير؟ إذا عم بحكي عن اسم التقرير المادة اللي بتحمل تقرير وتحمل فيديو ففي اسم الكاتب هاي المادة وين عم يكون؟ عم يكون بالشريط المرئي اللي حيطلع لنا بأثناء الانتقال للفيديو المصور تمام؟ هاي بمادة التقرير أما بالمادة الخبرية فهو تسعة وتسعين بالمية يعني خليني يقول حتى مية بالمية فعلا ما في بيئة التلفزيون ولا حتى بيئة الراديو لكن في بعض الأحيان بالتقارير نحن عم نحكي كمواد إخبارية بالتقارير وليس في بعض الأحيان تسعة وتسعين بالمية من الأوقات بيتم الإشارة لها مثل ما أنت لكم تقرير شخص مثلا سين عين وأيضا مكتب قراءة من اللي قرأه من اللي طلع التقرير بصوته مكتبها بالمادة بالشريط اللي عم يطلع الشريط المرئي تقرير المقال القصة عندنا نضع لها اسم أما الخبر في وكالات الأنباء لا تضع لها اسم هذا ما أعرفه نحي فكرة تانية حرجع لها يا محمد بس رح خلوني تكمل الفكرة إذا نحنا عنا بالخبر يعني مثلا تخيلوا معي يوم من الأيام سمعتوا الخبر أزاعته أو قدمته خديجة موقدني مثلا وقالت إنه حرر الفلان الفلاني اللي عنا هو موجود بغرفة الأخبار الخبر الفلاني وبلشت تقرؤه إذا هذا الشي ممنوع وغير موجود أبدا في التلفزيون وفي الراديو إلا إذا نحكي عن مواد الإخبارية بالتقرير طبعا بينزل ضمن الشريط في بداية برافو عليك يا ودور بينزل بالشريط تقرير المقال عم تقول والقصة عندنا نضع له اسم أما الخبر في وكالات الأنباء طيب شوف الخبر وكالات الأنباء محمد لا مو شرط وكالات الخبر بوكالات الأنباء ما بتضع له اسم يعني إذا أصدق كان منسوب لوكالات الأنباء فما بتقول شو اسم الوكالة هيك أصدق مو شرط فيك كمان طبعا تقول إنه هذا الخبر من وكالة الأناضول بس حرفت كيف ما تكتب يعني ما تقول له مثل ما هو لكن ممكن تعيد صياغته ممكن تكتب مصدر اللي أنت أخذت منه هذا الخبر ليس عيبا أنه تكتب اسم الوكالة لكن وين لعيب حتى ليس عيبا أنه تكتب اسم اللي كاتب الخبر واسم المحرر يعني ما لعب لكن بالمجمل التقارير المواد الرأي المواد الاستقصائية هي التي يتم نسب إليها اسم كاتبها ومحررها بشكل حقيقي إذن هون إحنا عنا موجودة هي فكرة إنه نكتب اسم اللي كتب الخبر ما له غلط يعني حرر الخبر ليس يعني ليس عيبا أو ليس يعني إنه شي خطأ لكن بعض المواقع ما بتحب بتأرجي للأسف ما بتحب بتوجي اسم الصحفي للعلن لأسباب معينة ما بتي اذكرها أو مشرط اذكرها وما لي يعني ما في ضرورة تنذكر لكن يعني عندهم هنن سياسة معينة إنه ما يتم ذكر المحرر هاي الخبر بأسباب تخص الوسيلة اللي عم تنشر هذا الخبر لكن مثل ما تلقوا بالمجمل ممكن ممكن هذا أمر متاح والأكيد إنه بالصحف المطبوعة هاد الأمر موجود وغالبا الأخبار إما تنسب لالجريدة نفسها أو الوسيلة الإعلامية إياها مثلا مثل محمد عندك أنت وسيلتك خلينا نقول سوريا اسمها الوزيلة اللي عندك ياها أو الموقع اللي انت حامله فبتكتب سوريا إذاً هذا الخبر لقناتك هي أو لوسيلتك هي أو لصحيفتك هي ما في مشكلة إذا ما بدك تنسب أو تكتب اسم الصحفي اللي عم يشتغل في هاي الجريدة ممكن تكتبوا مواقع لكن كل ما حطيتوا هاي مواقع أو مصادر أو هاي هذا ضعب في الخبر يعني مثلا كلمة مواقع أنا شو يعني لم لمتي لي يا من المواقع وكتبتي هذا كمان ماله يعني أنا برفضه يعني إذا كمدرسة وأنا عم درس الإعلام برفضه رفضاً قاطعاً ما بسيش شو يعني وانا ما بحب إنه والله مثلاً قرأت فرضاً فتحت موقع الجزيرة تخيلوا موقع الجزيرة للاقي فيه كلمة مواقع بس تبعد تشوفوا هاي الكلمة إذا اللهم بجوز تمروا من أصل مئة خبر بجوز تمروا مرة واحدة لكن هاي الأسلوب هذا إنه أنا مواقع أو مصادر يفضل ما يعني ما نعتمده كتحرير لإسم كاتب الخبر وإنما بتركوه بلا أحسان بلا ما تكتبوه مصادر بأفضل يعني بالنسبة لي طيب خلونا نشوف نتقل مشا ما نطول أكتر نتقل للمكون الثاني إلى الخبر هو وبنوجهة نظري هاي مفصل الخبر أو هو يا يلي بيقل له للصحفي أنا رح يا يلي بيقل له للمطلقي أو القارئ أو المشاهد أنه أنت هون رح تقدر تكمل الخبر كله للأخير أو حيتقل له خلاص العوض بسلامتك أنا عرفت شو صاير بالخبر وبي باي هون أنا بالمقدمة اللي هي لازم تفصلوه فصل تام وكامل عن جسم ومتن وصلب الخبر شو هي مقدمة الخبر المقدمة لازم لازم تكون من شروط ومن سماء تالي مثل ما عم نقرأ لازم تكون جزابة تصير اهتمام القراءة للخبر تكون مليئة بالمعلومات تجيب عن أسئلة مثل أنتو عم تسمعوني مظبوط ما أنا قايمة السماعات لأن أكيد عم تسمعوني مظبوط انتبعت هلا أنه أنا قايمة السماعات والصوت إن شاء الله يكون واضح فالفكرة وين كنا عم نقول إنه لازم يكون بيجيب على الأسئلة اللي هي الكشف عن المجهول اللي هن أصلا الأسئلة الستة اللي بيعتمد عليهم الخبر من ماذا ومتى وأين ولماذا وكيفا ولازم تكون مختصرة وموجزة وملئة بالحركة والصراع بنفس الوقت شو يعني صراع؟ يعني عوامل الجذب يعني تخليك إنه أنت تصارع لتقرأ شو رح يصير بالمثل شو محتوي هذا الخبر تفاصيل ثاني هاي هي متانة المقدمة اللي أنت بتكتبها بالخبر وطبعاً أنتوا بشو تفكروا أنه لي المقدمة عنا تقديش بدي إحلاك اللي حتى أكتبها وقديش بدي مثلاً استنزف طاقات فعلاً المقدمة أهم من الصلب بالنسبة لي المقدمة أهم من الصلب أهم من المتن أهم من الجسم الخبر ليش؟ لأنه أنا هون بكون عم حاول حقق العناصر الأساسية للخبر وبنفس الوقت حقق عامل جذب عامل جذب قراءة المطلقي كثير مهم العوامل الكلاسيكية بطرح الخبر وبتقديمه صارت عوامل قارئ يعني ما عادت استلزفية ما عادت يعني تطاب إلها ما عادت حب العوامل اللي فيها جاذبية العوامل اللي فيها شيء من الإسارة خليني أقول بقراءة والحس على قراءة باقي الخبر هون نحن نكون كتبنا مقدمة احترافية خصائص أيضاً هاي المقدمة إنه غالباً ما نبدأها بفعل سواء هذا الفعل ماضي مضارع أو حتى مستقبل ممكن استخدام الفعل المستقبل شو يعني مستقبل يعني إنه سيكشف سيعقد سيلتقي ممكن هذا الشيء في المقدمات لكن نحن مع أخذ بعين الاعتبار نجدوا نقطة مهمة جداً 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 إنه أنتوا ككتاب صحفيين وأغلبكن عم يكتبوا فريلانسين مواد مكتوبة للإعلام الإلكتروني الأمر مختلف كلياً عن اللي بيكتب للراديو مختلف كلياً عن اللي بيكتب حتى للتلفزيون وأيضاً للمطبوع يعني المطبوع والإلكتروني راب لحد ما لكن مع أخذ بعين الاعتبار آنية الحدث لأنه عم يكون في عندي مساء أمس وبدي يحدد يعني مساء أمس ومساء اليوم وهي كذا بالإلكتروني ممكن تكون سهلة لكن بالمطبوع لازم يكون مساء الأربعاء مساء الخميس مساء مثلاً بدي حدد بالتفصيل وبدي أعطي معلومات قدر المستطع من الناحية الزمن تكون واضحة ودقيقة بالمطبوع هاي بالنسبة للمقدمين تلكون فينا نبلشها نحنا بفعل ماضي بفعل مضارع قدتلة حتى مبني المجهول حتى يعني سواء كان مبني المجهول أو مبني المعلوم مضارع ماضي ومستقبل لازم تكون شد انتباه وقارئ وبتدفع لمتابعة الخبر حتى النهاية مثل ما إنها دول الأهداف الأساسية المقدمة وأيضاً بتركز على معلومات جديدة بالخبر ما هي معلومات جديدة؟ يعني مثلاً ربما تكون الاجتماعات المتكررة ما بتفيدني كثير ما لي مضطرة أنا حطة بالمضمون أو بالمقدمة الخبرية وإنما مثلاً أنا بدي ركز على أنه تصالحوا بهذا الاجتماعات تصالح هذا الحزب مع هذا الحزب هاي هي المعلومة الأساسية اللي رايز نركز عليها وهي معلومة بفعلاً جديدة والقارئ أصلاً متلحف لحتى يعرف عنا تفاصيل تمام؟ إذن بتركز على معلومات جديدة هلأ نحنا حنشوف شوي أنواع المقدمات واللي حتشوفوا إنه هنن هدول مقدمات بتشبه إلى حد كبير الأشكال العناوين المقدمة في عنا مقدمة ظرفية شو يعني ظروف الزمان وظروف المكان اللي شاطر بالعربي حيعرف شو يعني المقدمة الظرفية المقدمة الملخصة أو المقدمة التلخيصية مقدمة التناقضية أو المقدمة التناقض مقدمة غرابة وطرافة مقدمة اقتباسية ومقدمة وصفية في مقدمة حوار ومقدمة مجازية مجازية نتبهوا هاي كمان تحتاج لنوع من أنواع للإبداع وفي عندي مقدمة حكمة تذكروا أو تلكم بيت شعر يسمح لحد ما استخدام هدول المقدمات وأيضاً مقدمة المباغتة هدول المقدمات يعني المباغدة والمجاز خديني أقول إنه هدول بتطلب قدر شوي عالي من الحنكة والاحترافية عند الصحفي حدا عنده أي سؤال بتصور المقدمات واضحة حتى ما رح أقدر أنا يعني ما حكوا عندي وقت كتير لاشرح لكم ياهن لربما بين الأمثلة اللي حتشيبوا ليها من الأخبار اللي الهلأ ما أجل أنا بس أقدم لي ثلاثة من أصل ممكن تماني ثلاث أشخاص أقدموا لي الوظيفة من أصل هدول المواد اللي عنا ههم بين إيدنا رح نشوف شو يا تل نوع هاي المقدمة اللي بلش فيها الخبر هل هي ظرف هل هي تلخيصية لخاصة كل أحداث الخبر وحطت ليها بالمقدمة بوشي هل هي بتتحمل تناقض شو يعني تناقض إنه مثلا في يعني على الرغم من إنه مثلا طبعا أنا ما بقول ما ببلش في جبلة اسمية بس أنا بنصياق مقدمتي إنه بالرغم من إنه في عندي مثلا صلح بين فريقين أو بين حزبين أو بين دولتين إلا أنه شهدت تنازع أخير وأقتتال أخير يعني استخدمت اسلوب تناقضي يعني جبت الصح مع الخطأ أو جبت المويد مع المعارضة أو جبت السلم مع الحرب عرفتو كيف؟ هي استخدمت مقدمة تناقضية مقدمة غرابة وطرافة سهلة من اسمها مقدمة غرابة وطرافة يعني ربما اعتمد على شي طريف صار بالخبر من حيثيات الخبر يلي أنا عنديها مثلا أحد الرؤساء بأحد المؤتمرات نزلق وتفركش ووعي على ظهره أو شيء ممكن نبلش في هاي المقدمة يلي مثلا نقول يعني بسبب زخم الأحداث يلي صارت نزلق الرئيس اللي فلاني وتفركش يعني ممكن نجيب هاي الأفكار مباحة إلى حد ما طبعا مثل ما أنتلكون هذا باعتمر على خصوصية الوسيلة اللي عم تظهر فيه الخبر عم تتقدم هذا الخبر وإذا بتتحمل هيك نوع من أنواع المقدمات وأيضا خصوصية الخبر بذات نفسه إذا هو خرج استخدم في مقدمة غريبة مقدمة غريبة أو طريفة أو لا أهم شيء بالأخبار مثلا ببعض الأحيان أنه أخذ الزبدة يعني التغخيص يعني مثلا مو في مباراة بتصور بين إنجلترا لازم تكونوا إيطاليا فأنا بمقدمة هذا الخبر اللي حيقول فرضا فازة إيطاليا أو إنجلترا وأنه ربحوا وتوج هذا الفريق بلقب دوري أو بلقب بطولة كأس الفلان الفلانية هون أنا هاي المقدمة شو باستخدام؟ مقدمة تلخيصية مباشرة أنا شفت إنه أنا استخدمت مقدمة تلخيصية أنا عطيت الزبدة اللي صارت بالحداث من الفريقين وشو النتيجة وأمتى صار هذا الشيء وخلص يعني عطيت أهم العناصب ممكن مقدمة اقتباسية أمتى أستخدمها وتبيكون في عندي بالفعل تصريح لرئيس من الرؤساء لوزير الوزراء لحزب لفصيل لأي شيء باستخدم مقدمة اقتباسية ومتاحة هذا الشيء وسهل وأيضا بريح كثير الصحفي من إنه يهلك بلو أو خليني يقول إنه يبدع شوي بصياغة مقدمة هاي بالصور صار في عندكم رؤية واضحة عن المقدمة خلونا نروح لآخر فقرة هدية جسم أو مثل أوصل بالخبر كثير من المصطلحات أو المدارس الإعلامية بتقول لك لا بيسمى جسم جسم الخبر اللي هو الفقرات التفصيلية اللي عم توضح لي فيها شو صار بالتفصيل هاد هو جسم الخبر أو ربما يكون في عندي تسمية أخرى مثل الخبر صلب الخبر يعني فيه يقول هون هذا هو الزخم اللي حيكون في عندي تفاصيل عن الخبر هي هاي اللي بتلي المقدمة المرحلة مع بعض المقدمة هوا منبلش فيها أيضا بفعل نحنا بيكون عنا تتم للأحداث لأنه بلشنا نحكي فيها منبلش فيها بزمن ماضي أو حاضر مثل ما أنا نلاحظ أن الفعل المدارع بجسم الخبر يعبد حكينا على الفكرة أنه مو شرط أنه أنا بوقت بيحكي بالفعل المدارع فهو فقط عم يحكي عن هذا الوقت وأنما قد يعكس الشيء اللي صار من قبل وبيتحمل الحكي عن المستقبل أيضا لازم نعملون لكم أنه بمثل الخبر نستخدم الفعل المناسب ولازم نوع باستخدام الأفعال وعدم الاقتصال على الأفعال بعينها في اللغة العربية أي كيل سريع وعندها مفردات كثير كبيرة وكلمات كثير مهمة جسم الخبر هون اللي ذكرت لكم ياه لازم نذكر فيه التفاصيل الكاملة من حيث الاسم من حيث اللقب من حيث الوظيفة للمسؤولين اللي أنا موجودين عندي بالخبر للفرق اللي أنا عندي يعني مثلا الفريق الإنجليزي الفريق الإيطالي بذكر من الكابتن من المدرب مثلا شوفي عندكم موضيع إنسانية عندي رئيس أحد الجمعيات الخيرية بدي يذكر فيه اسمه بيذكر فيه ممكن أعطي تفاصيل أنه أم تستلم هذا المنصب إذا كان بيتحمل الخبر المحط فيه هذول المعلومات طبعا نحكي أنه عميلو لكم فيه نقطة كم بدي ركس لكم رعي تنوع والاختصار وعدم التكرار هي نقطة كثير مهمة تفاصيل أحداث الخبر تعابير معين تتردد لدى محرر أخبار فيستخدمونها هاي رح لكم يا هي أحد المفاتيح يلي ربما تساعد المحرر وتساعدكم أنتم كصحفيين بكتابتكم الخبرية للمواد الإخبارية يعني مثلا على سبيل المثال بمثل الخبر ممكن قول وأضاف وأوضح كلمات انتبهوا وأضاف وأوضح إذا كنت هون عم بحكي أنا شو كنت حاكي هذا الشي قبل بسطر من هدول التبريرات أو خليني يقول المرفقات إذا فينا نحكي أو الشغلات الفرعية لازم أقول مين هو اللي أصلا أضاف فوق لازم يكون ذاكرة أنه صرح الرئيس الفلاني كذا 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 تمام وأضاف تكمل وبقول بعدها وأوضح وبين وأشار إله طبعا وفي إشارة منه وتابع من جانبه من جانب آخر على صعيد المتصل في السياق المتصل هذول الكلمات انتم لها صحفيين لازم يكونوا بعين الاعتبار مع عدم التبذير في استخدام هذه الكلمات أو حتى وضعها بشكل تراتوبي وبتأرجيك كأنه أنت أكيد هلأ مثلا الصحفي أنا بوصل لمرحلة من بعض الصحفيين وقت بنقرأ أو حتى الوظائف اللي كانت تجيني يعني بيسرف في استخدام هذول الكلمات وأضاف وأوضح وبين وشدد وهاجم وأشار وانتقد ممكن تكون مبررة مبررة للاستخدام بس في بعض الأحيان ممكن هي نفسها هاي وأضاف تدمجون أخي بفقرتين يعني الفقرتين دول اللي هتوصل يعني أنت عم تفكر أنه تعطي معلومات منيح مفصلة لا ما علي شي تدمجون إذا كانت بيتحمل حجم الخبر وما في داعي مثلا تقول لي هذول تبع وبينا وأشار وشدد ووضح وانتقد وهاجم إلا مثل ما أنت لكون حلوة هاي التراتبية نضل عندكم هاي الأفكار تستخدموهم وقت الحاجة فورا مباشرة تعتمدوا عليهم لكن مو لدرجة الإسراف طيب خلونا نشوف المميزات المتن طبعا لازم تبتعدوا قولا واحد عن استخدام ألفاظ غريبة وحتى الألفاظ الأجنبية ممنوع إلا إذا وضعتوا تفسير هذا اللفظ الأجنبي يعني مثلا أي كلمة لها علاقة باستخدامات نحن مثلا ربما تكون شوي صعب منفهمها إذا كتبناها فقط في الإنجليزي بدون ما نشرحها هون كارثة كبيرة وقع فيها الصحفي لازم إذا في حال نذكرت مثلا كوفيد-19 في بعض المواقع بتقولك ما لازم نسمي كوفيد-19 لازم نقول أصلا ما هي كلمة يعني أجنبية وحتى كورونا أصلا يعني اسم الوباء أجنبي فنحنا وما عنا له تفسير يعني مثلا مثل وقت كانوا يقولوا لك إنه الجوال أو الموبايل ما لازم تقولي موبايل تقولي الهاتف المحمول تمام فهذه الكلمات وهلأ صار في لهم استخدام كتير فصار الواحد يقدر يعرف إنه والله شو يعني أصده الجوال أو الموبايل أما في عنا بعض الكلمات مصدري هلأ بحسن رح عطيكين مايك بالثاني لكامل الفكرة في بعض الكلمات تطلب من إحنا بالخبر نشرح عنا ونوضح شو معناته وشو مقصود منه محمد وصح مشرح فكرة دوات رابط فينا أما ولكن إضافة إلى فيما فيما بينا فيما وضح طبعا هلأ هون في حال كعندي طرفين أو فيك عندي وجهتين نظر تصرح المعلومات أكيد يستخدم فيما أو مثلا بيقول على صعيد آخر من جهته أشار الفلان الفلان في السياق المتصل كمان في عندي كثير كلمات وأدوات رابط لكن ممكن تستخدمها لكن يعني شوي يعني بحذر يعني مو بتكرار كثير كبير وفي عندي إضافة إلى طبعا فيك تستخدمها إضافة إلى ذلك مضيفا في كلمتين مضيفا لذلك نحن نعدد به تعدادات التصاريح التي طلعت عن هذا المسؤول تفضلي بحاسن أنا تأخرت عليك أولا يهم كلا أنا أحيانا بكتب تكنولوجيا فبكون عندي الخبر كله مثلا عن مايكروسوفت أو عن ويندوز فهي الكلمات بطرح أستخدمها أحيانا بالعنوان فهي ما لبديل ثاني فأنا يعني يحبّد ما لبديل بالعربي أصدق كلمة مثلا مثل مايكروسوفت أحيانا طبعا الكلمات يعني إذا بالعنوان نحن لازم نكتبها بالعربي عرفتكي ممكن بالمتن ترجع تكتبين مايكروسوفت بالإنجليزي وتحطين بين قوسين مايكروسوفت عربي عرفتكي لأنه نحن كقارئ ومثل ما قلنا وقت تتذكر ومن أساسيات الخبر أنه نحن نعتبر أنه نحن سنقرأه لجمهور متوسط وربما أقل من المتوسط من المستوى العلمي والثقافي وبالتالي بجوز ما يعرف شو هي ما أصلا ما يقدر يقرأها الكلمات والأحرف الإنجليزية تمام فهو نكتب لها بالعربي وحيعرف أنه هي كلمات يعني ربما ما يفهمها بالعنوان بشكل دقيق لكن المتن أو المقدمة هي رح توضح له مباشرة شو المقصود فيها المايكروسوفت تمام وهذا الشي ينطبق على أسماء الشخصيات يعني أسماء الرؤساء أو مثلا الرؤساء الوزراء لما يكون عندنا بالإنجليزي يفضل نكتب اسمه بالعربي طبعا مو يفضل أكيد يعني مثلا مثلا شو اسمه هذا رئيس فرنسي كان ماكرون تخيل نكتبه ماكرون بالإنجليزي أنت أصدك تكتبيه بالعربي تكتبي ماكرون وبتكتبي نقطين مثلا إذا أخذت اقتباس من كلامه وبتحطي التصريح اللي حكى هو يعني هو ماكرون عرفتي أما أنه تكتبي اسمه بالإنجليزي فهذا أصلا ما له ضرورة أبدا يعني إذا كأسم رئيس أو كأسم لاعب اسم شخصية معينة إلا اللهم يعني كتير كتير ضروري تكتبي أو مثلا الجريدة ممكن هي أو الوسيلة اللي أنت عم تكتبي لها أنه هي بتفضل أنه ينذكر الاسم باللغتين فما في مشكلة لكن أما هو بالمجمل ما في ضرورة أبدا نكتبه بالإنجليزي والعنوان قولا واحدا ما فينا نكتبه بالإنجليزي أبدا عرفتك شكرا لازم نكون بلغة وحدة وواضحة أهلين فيكي محاسن إن شاء الله يكون واضحة الفكرة هاي أهم نقطة فعلا نحلي نبهتين عليها مثل ما إذا فينا نحنا بدنا نحط بالعنوان بالمثل ما تسمو هذا الشي يعني ممكن مثلا مثل ما قلنا كورونا ممكن اكتبه بالعربي وكتبه كورونا بالإنجليزي ممكن اكتب كوفيد 19 بالإنجليزي وكوفيد بالعربي هذول الكلمات فيني يكتبون هيك وأيضا مثل ما قالت محاسن ممكن اختراع معين ممكن شيء التكنولوجي معين اسماء الرؤساء ممكن تكتبوهم لكن يعني هلأ مع هالوضع هاد ما لهم ضرورة أبدا هلأ مين يكتبها بالإنجليزي يا حزري شوفي مين يكتبها بالإنجليزي في بعض المزيعين وفي قسم الراديو والتلفزيون في بعض المزيعين بتكون صعبة عليهم يعدوا يقرؤوا الاسم بالعربي كتبي في بعض المزيعين بالعكس يقول لك اكتب ليها بالعربي مثلا شوفي عنا هذا كان اسمه الرئيس الأميركي الأخير جو بايدن مثلا لا تكتب لي جو بايدن بالعربي جو بايدن أو جو بايدن ما بعض شو بقى أبدا يقول اكتب ليها بالإنجليزي يا أخي وانت هم تكتب بالخبر اسم هي كان زملائنا وانت نحن نكتب له الخبر نكتب له بالإنجليزي هو أسهل عليه هو عم تمرق الشاشة يقرؤه بالإنجليزي صحيح لأنه بعض المصطلحات بالعربي يعني كلها كلها فيوط مثل مايكروسوفت ويندوز هاي طبيعي تكتب بالإنجليزي يعني بالعربي بتخرب حسه وشهيك أنا سألتك حلو حلو هلأ شوفي مثل ما قلت لك يعني في حال هدول المصطلحات أنت حابة أنه تتوجيهم أصلا للقارئ وتسق فيه من باب التسقيف أنه المايكروسوفت هي هاي 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 مايكروسوفت تكتب فيك توجيها ما في مشكلة ومثل ما أصلا أنه ما في إلها تبرير تاني أو تفسير تاني شبيه يعني يشرحها أو يفسرها أناس أنت عم تقول أنه الوسيلة المكتب فيه عربية والجمهور مستهدف عربي ما في مشكلة يعني حتى لو كان نحنا هي وسيلة عربية وجمهورنا ممكن يكون أكيد عربي ممكن ندخل لهم هدول الكلمات مثل ما لأسباب معينة مثل ما ذكرنا إذا كان إنجاز تكنولوجي يعني بعض الأحيان بدك تضطر تكتبه بالإنجليزي وتكتب أنه شرح أو تبرير أو تفسير إلو بالعربي وإذا ما كان إلو تفسير بدك تضطر تكتبه مثل ما هو شرح مكتوب مايكروسوفت بدك تكتبه بالعربي يعني هذا الشي متاح وموجود وسهل وبرجع بذكر على نقطة الرادية والتلفزيون إنه بيقدروا في بعض الأحيان بالعكس في صحفين بيقولوا إنه لا تكتبونا بالإنجليزي نحنا هيك فات العربي بالإنجليزي مع تفتنا مع تعرفنا شرح شرح نقرأ الخبر وعلى الأوتوكيو فلا أكتبونا بالعربي مثلا شلون بينكتب بايدن مشان نقدر نحنا يكون سهلة علينا الكتابة إذن هذا الشي إن شاء الله يكون صار واضح ذكر المصدر كتير مهم بالمتن والله أنا ما بعد في حاسة إنه ما عاد عنا وقت نحنا نحكي عن المصادر بركي الجلسة الجاية المصادر كتير مهمة لأنه بالأخبار كتير مهمة بالأخبار رح نحكي يعني إن شاء الله جلسي لحال مثل ما إن المتن استخدام فعل مضارع دقة دون تكرار الألفاظ أكثر من مرة وعكونوا تكرروا ألفاظ شو يعني ألفاظ يعني تكرار وأوضحة وأوضحة وأضافة وأضافة وشرحة وفسرها أو مثلا وبينها هدول اتنين تكرروا بشكل كتير واضح طيب هلأ الميل إلى بس الميل إلى عدم التطويل في الجمل الميل إلى عدم التطويل في الجمل شو يعني عدم التطويل كل ما كانت جملنا أصيرة وواضحة الفكرة كل ما كان مقدمة المقدمة والمتن حتى هذا الأمر بينطبق على المقدمة التطويل بالجمل أمر كتير سيء وسلبي وبيسبب ملل بالنسبة للقارئ وبالنسبة للمزيع والمحرر بذات نفسه المحرر هو بذاته بصير بيضيع وين بداية الفكرة اللي أنا عم بحكي فيها وين نهايتها تمام؟ إذن حاولوا ما تطولوا الجمل يعني عليك بدور بدور خير الكلام ما قلة ودل ما نطول بالجمل ونحاول يعني تكون استخدامها كمان بكرة النقاط علامات الفواصل إذا كان يعني كتير لازم نعرف إذا في علامات تنصيص علامات استفهام أيضا إذا كان في ضرورة لاستخدام يعني الاقتباسات بين القوسين هذول كمان كتير مهمين نعرفون هلأ بتصور هذا من الأفراد في الوصف الجميل الكبير مثل ما تلكون يعني تخيل مثلا والله كتبتنا جمهور حاشد جاء إلى ملعب إلى ملعب البلدي وهذا الجمهور وهذا الجمهور الحاشد يصفق باستمرار لفريقه الذي يحبه وكذا وكذا طبعا أنا نتبهوا يعني كلمات ما لدقيقة بس عم أقلكن أنه تكرار الوصف نفسه كتير خطأ وأيضا تكرار يعني دائما عم أقول مثلا هذا الجمهور فين أقول الجمهور هذا الجمهور الحضور فين أقول استبدل الكلمات مشان ما تصير في تكرار بالكلمات الموجودة عندي كمان أمر يقدر الصحفي يلعب عليه وهون بتكمن مهارته بأنه يقدر يبدل بين هاي الكلمات بحيث تحمل نفس المعنى وبنفس الوقت تعمل عدم ملال ويعني هيك تنويع بقراءتنا للخبر آخر شي تجنب استخدام مبني المجهول حيث يقوم بتعقيد المعنى بدلا من سهولته فبدلا من شويد القطار وهو يحترق بالركاب تقول شهادة الجماهير القطار وهو يحترق هون أنا عم بحكي انتبهو بالمقدمة فينا نستخدم ذكرنا فينا نستخدم شو مبني المجهول لكن بالمثن لا يحبز أبدا استخدام مبني المجهول ليش لأنه أنا أصلا مفترض فيني بالمثن شو أعمل وضح هذا المبني المجهول اللي نذكر في المقدمة يعني مثلا أنا ممكن بالمثن عندي أو بالصلب أو بجسم الخبر بدي يصير قول ويرجح أن هذه العملية قد ينسب أو قد تنسب لي فصيل من الفصائل أو لحزب من الأحزاب يلي قام فيها أو لفريق من الفرق يلي قام بهذه العملية الاغتيال أو القتل أو الهجوم أو الانفجار أو الذي منه ليش لأنه حتى إذا ما عندي أنا المصدر الدقيق أنا أقول لكم يرجح هي طبعا بالنهاية ممكن حطها لكن أنا عندي هون التوضيح والواجب علي كصحفية وكمحررة أنه أنا أذكر من هذا المصدر اللي أتل هدول الأشخاص أو اللي سبب بقصف لهذا البناء أو أي حدث صار عندي يا بالمقدمة حاولت أذكره تمام؟ إذا انتبهوا أنه أنا بالمبني المجهول لا يحبز أبدا تكرار استخدامه في المتن وإنما فقط في المقدمة على أقل تقدير الآن أخيرا الأرقام عم يقول لكم فينا نكتب الأرقام من واحد لعشرة كتابة يعني واحد اثنين ثلاثة نحن عم نحكي عن المطبوع والإلكتروني أما إذا كنا بالراجو والتلفزيون فلازم تكتبوا حتى واحد لازم تحطوا واحدا أو مثلا قوتي لأثنان بدي كتب اثنان قوتي لأثلاثة أشخاص بدي كتب بدي كتب الرقم ما فيني يكتبوا كتابة كتبوا بس أصد يعني أنه يعني رمز أو رقما وإنما بالمطبوع وبالإلكتروني فيكن تكتبوه كتابة أما أما الأرقام الكبيرة ففينا عفوا أنا خربطتهم في نقطة أنه الأرقام من واحد العشرة هي فيكي تكتبوها واحد اثنين ثلاثة أما أو عفوا تكتبوها اثنان واحد اثنان ثلاثة أربعة لازم تكتبو يعني النسخ يعني دش يعني جد حقيقة هذا الرقم بمثل كتابة وليس فقط رقما بسكام من واحد العشرة ما بعد الواحد ما بعد العشرة يعني من الإدعش وما فوق لآخر الأرقام ممكن تكتبوها أرقام فقط لا غير يعني أرقام رقما فقط لا غير إن شاء الله تكون وضحة هاي الفكرة لأن إحنا خلفيات الخبر هي الخاتمة اللي لازم تكون فيها الخبر خلفيات الحداث متعلقاته تبدأ بتعابير خاصة منها الجدير بالذكر يذكر أن هذول الكلمات يشار إلى أنه هذول الخواتيم يلي فينا أو الخاتمات يلي فينا نستخدم فيهم الخبر بالنهاية الخلفية هي غالبا ما تكون شو منحط بالخبر مجوز حدا يسألني طيب الخبر أصلا شو منحط فيه يذكر أنا والجدير بالذكر ممكن نحط فيه مثل ما أنتلكم إنه هذا الاجتماع ليس الأول من نوعه بين هذول الفصيلين بين هذول الحزبين ممكن نحطه به هاي الختام بهذا الخبر هون المعلومات هاي لازم ما تكون موجودة أعبكم تكون هي نفسها موجودة بالمثل وإنما لازم تكون جديدة مالة موجودة ومالة مذكورة بالمثل ولا حتى بالمقدمة إطلاقا لازم يكون عطية معلومة يقدر فيها المحرر يخبر المتلقي خبر جديد وبنفس الوقت يرجعوا بالزاكرة لورا وعن أحداث الباك جراوند أو الخلفيات اللي نفس الحدث كان فيه شيء أو حوادث أو معلومات متعلقة فيه طبعا بتصور هنا هيك حاجة معت فينا نحكي أكتر عن موضوع كيف مننا نحنا نحرر الخبر صار عندكم رؤية واضعة عنا عنوان عنا مقدمة متن وعنا الخاسمة محاسن تفضلي ناقشي أو إذا عندك أي مداخلة تفضلي خليني بس افتح الوظائف تفضلي ألا أكيد بدأ أسألك اليوم رح نشوف اللي طلبتي مننا طيب أنا هلا رح حاول مشان ما أتأخر كتير اللي عندنا وظائف أنا برح حاول يعني قدر مستطاع أنه نشتغل على موضوع والوظائف اللي ساوي اللي جبتوهن وظائفنا أنا بس سلمني ثلاثة لحد الآن هدول الوظائف بدي هن كل يتكون تكونوا يا شباب في من اللي ما سلمني لهلأ ما رح عاتب حدا في إليين إليين ما عرفتين يعني حالك شو رأيك تعرفين عن حالك قبل ما نبلش بالوظائف على ما يبدو إليين بمكان ما بتقدر فيه تحكي كل الأحوال تعالوا نشتغل على موضوع إليين دقيقة شوف في ميسيج إن شاء الله خدر نرسلها بتمام بذور يعني ترسلي الوظيفة لحبا نشتغل عليها ونختم يعني نصيت نقول إنه خلص ما أعطيكم ولا معلومات إضافية عن الخبر حس إنه أنتو طلعتوا من هالدول الجلستين اللي هنا مكسفات صراحة ونحن بناخد فيهم أوقات أطول بكتير يعني المقدمات بنعطيهم محاضرة لحالة الجسم بنعطيه محاضرة لحالة العنوين لحالة وأشكالها بنعطيها محاضرات لحال لكن هون بسبب الوقت لازم نكسف قدر المستطاع ونحاول نعطي الزبدة طيب أناس مكمة طيب العنوان هجمات صاروخية على قواعد تضم طالع عندكم الوظيفة أنا جمعتهم كلهم العنوان تبع أنس أخده من الشرط الأوسط أو المادة الخبرية أخدها من وكال الشرط الأوسط أو من موقع الشرط الأوسط نعم إنس تمام طيب خلن نشوف هجمات صاروخية على قواعد تضم قوات أمريكية بالعراق وحقل نفطي في سوريا هجمات صاروخية نحن هون عم نقول أنه حدث هذا الحدث قائم على هجوم هجوم هذا الهجوم مين قام فيه قام فيه جهة واحدة تمام هالجهة اللي هي أمريكية أو قوات أمريكية ضربت شغلتين شي بالعراق وشي بسوريا ليش أنا نتركوا أنه هات الخبر أو الوظيفة بإجابة أناس هي وظيفة بتعتمد على الخبر المركب ليش شوفوين هات هو السبب أنه الجهة الوحدة عملت شغلتين بنفس الوقت أو حتى إذا مو بنفس الوقت عملت شغلتين بدولتين عرفتوا كيف لكن الفاعل هو نفسه طيب هجمات صاروخية طبعا أنا ما رح أقرأ كل تفاصيل الخبر تعرضت قواعد المقدمين تبوا تعرضت شوفوا الفعل فعل مضارع بتصورت تعرضت بتحمل تعرضة أنه فعل مضارع تعرضت قواعد عسكرية عراقية تضم قوات أمريكية وحق النفطي في سوريا تعرضت تضم قوات أمريكية وحق النفطي في سوريا شوفوا شوفوا في سوريا وين صارت لها جماعة صاروخية في غضون الساعات الأخيرة طيب هذا المصدر بعتصور أنس يمكن الشرق الأوسط هي نقلته عن الـ CNN ولا الـ CNN من وين أخذ الشرق الأوسط يعني ما تعرفت الشرق الأوسط هي شو ولا هي أنه لا هذا الخبر بندرج ضمن تبويه بالشرق الأوسط ولو أنه أنا بعتقد هيك لازم يكون أنه الـ CNN لها هيك نعم نعم أستاذي ها تمام الـ CNN هي الشرق الأوسط إذن هي الموقع هو موقع الـ CNN أو قناة الـ CNN أو شبكة الـ CNN هي اللي أخذ الخبر أو هي اللي قدمت الخبر أو كاتب الخبر ومبوبته ضمن تبويه باسمه الشرق الأوسط طيب سمعني أنتو يا شباب عم يكتبوا لي أنه الانترنت مو زابط كتير يلا قواعد عسكرية عراقية تعرضت قواعد عسكرية عراقية تضم قوات أمريكية وحق النفط في سوريا اللي هي هجمات صاروخية على هون شو صار والبداية كانت شوف تتمي والبداية كانت بيهجوم شوفوا هون شلون تحسوا المقدمة تشويقية استخدم فيها مقدمة تلخيصية لأنه تعرضت قواعد عسكرية والبداية كانت بيهجوم هون بلش بقى يفسر الخبر البداية كانت بيهجوم بطائرة مسيرة مفخخة على مطار إربيل الدولي مساء الثلاثاء حسب شوفوا المصدر هذي اللي بنحكي عنه الجلسة الجاية حسب جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كونستان مو المحرر هو اللي قال إنه هيك هيك المعلومات لا 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 نسبة دغري مباشرة للمصدر وإياكم خبر بدون مصدر صفر صفر أبدا نتطلع عليه طلاقا يعني حتى لو كانت لكم مصدر جهود عيان يعني بأسوأ الأحوال جرى تناقل لقطات مصورة لمية السنة للسينين العربية انتبهوا شوف شلونها لأن هيك نفسك كمان إنه جهود العيان والمواضيع اللي نحنا بنحاول ننسبها إنه ما تأكدنا لسه من صحتها ما توفرت عنها معلومات إضافية لازم أذكرها بمثل الخبر وهذا ليس ضعف من الوسيلة وإنما قوة إلها لأنه هي في حال عدلت على الخبر صار في عندها معلومات مبرر إلها أنه تعدل بشكل مباشر جرى تناقل لقطات مصورة لمية السنة للسينين العربية أو العربي أتأكد من صحة طاقة وسائل إعلام كردية إنها اللي دحظة دوي سفارات الإنزار في داخل القنصلية الأمريكية في إربيل ما بعرفهم فيه شيء كلام نائس طيب هلا خلونا نشوف هو بالنسبة لمقدمتنا هاي الصغيرة لنشوف أنس وين حطلنا المن أنا بتذكر عطيتني المن والمازمة هيك أناس ما تلاقيتهم عطيتني هونك على الواتس أو هيك خلونا نشوفهم بالواتس مع لش تحملوه تماما حسن تفضلي لبينما يفتح الواتس عفواً ما طلبت مداخلة ممكن معنات الإنترنت بالفعل عندي فيه مشكلة طب حشوف أنا بعتلي يا أنس لحال ما بتصور بعد لي وظيفة أو هيك شيء معتلا نشوف ماذا عم يقول بلش أنس عم يفسر لنا ماذا يلي هي ماذا شو هجمات صارخية يعني شو صار هجمات صارخية على الحق النفسي حلو متى الأربعاء سبعة أيلول وأنا هذا بعتب عليك يا أنس لأنه الأربعاء مو سبعة أيلول انتشر الخبر تعاوا نشوفه انتشر الخبر بسبعة أيلول شوفوين لكن هو الخبر أو الحجوم صار لكم مساء السلساء تمام إذن لازم ننتبه لهذه التفاصيل لأنه أنا هون أنت حسب مناشر المادة لكن هون الخبر صار بهذا التوقيت الفعلي لمتى صار لهذا الحدث تمام نتابع نشوف التتمة في عنا من تنظيم داعش أنت حسب ما ذكرنا بالمحادثة أنه تلدي ما وضحت هاي المين اللي خلفية اللي الاتهامات لمن توجهت بهذا الهجوم إلا من متن الخبر وهذا أمر ممكن ولا يعني يعني مو غلط أنه نحن ما مباشرة ننسب مين قام بالحدث ضغري مباشرة وإنما ممكن بالمتن نعرف المشاهد أو المستمع أو المتلقي للقائم أو اللي تسبب بهذا الهجوم وكيف أنه صار في إطلاق لـ 14 صاروخ من على متن سيارة لماذا ما طلع معك لماذا وهذا أمر وارد ما في إشكالية أنه نحن ما يكون في عنا لماذا بين الصياغ أو بينص الخبر وهذا أمر مثل ما تكون ليس كارثي بالنسبة للخبر لأنه الخبر أصلا مثل ما أولا وأخيرا هو بيركز على هدول العناصر لأنه الخمسة زائد واحد أو الست عناصر وإنما يحاول حسب المعلومات الأولية يكون مغطيهم كلهم لكن إذا ما كان عندي يهم كلهم كمان ما في إشكالية ممكن يكون لأنه عندي أصلا الخبر مو بهذا الحجم وأنه يكون عندي خبر عبارة عن خمسة تسطور إن كان من الأخبار العاجلة هلأ هون بس خلونا نشوف خلفية الخبر لاحقا لاحقا شوفوا لاحقا أعلنت خلية الإعلام الأمني هون كمان جابوا مصدر شايفين كيف طيب هنرجع نقول وأوضحت الخلية رجعت نسبة للمصدر تمام أشارت شوفوا للمصدر هون حطت شوفوا لأنه حطت له اقتباس لاحظتوا وين ما يبين معكم أنه في اقتباس أشارت لأنه نسخة مثل ما هو الكلام اللي وارد بالبيانة اللي طلع عن وكالة الأنباء العراقية ممكن تبدلوا نوع من أنواع التبديل مرة أوضحت نسبته مثل ما هو مرة أنتوا تفسروا بدون ما تعتمدوا على هدول ترجعوا تعيدوا صياغة هذا الكلام اللي هون عرفتوا كيف في حيث أنه يكون يتحمل يحمل نفس الكلام لكن بشكل آخر المحرر هو اللي كتبه أو حتى يرتاح ويخلص من هذا الموضوع ينسخوا مثل ما هو حسب البيان هلا شوفوا يوم الأسنين الماضي هي شايفة هاد كله خلفية هاد كله خلفية عن الحدث تمام يوم الأسنين تعرضت قاعدة ضربات صاروخية قال الناطق هذا رجعنا هي شوفوا الأربعاء طالما قال الأربعاء معناته هون رجع حكا المعلومات اللي إلها علاقة بنفس الحدث الجديد يعني يعرفتوا كيف شوفوا ليش لأنه استهدف مطار أربيل يعني الساعة ما يحكي عن نفس مطار الأربيل اللي أصلا هو تعرض له هالهجمات يعني بتحسوا استخدم قالب من القوالب يلي هي ما بعد الحداثة شوي هرم مقلوب وشوي هرم معتدل صح ولا وصح كلامي لأنه شوي عطاني معلومات أكثر أهمية وشوي رجع للأقل أهمية رجع لهم بلش تصريح مهم للناطق هاد اللي هو بهمنا نحنا نعرف مين يلي شو رأي الحكومة العراقية بهذا الشي أو القوات العراقية بهذا الشي اللي عم يصير ورجع حكا هون طبعا حسب وكالة استند لبيان المحرر استند لبيانات التانية لوكالة الأنبار العراقية ورجع كمان استند لتويتر فيكن هذا الشي في ناس اللي اللي فيني أخذ على تويتر أو فيسبوك طبعا فيني أقول لكن بدي أقول أنه في حسابه على الفيسبوك أو في صفحته على الفيسبوك قال الفلاني وبحط اسمه بحط كل التفاصيل وبحاول شوفه الجمال بالموضوع أنه هون استخدم التوقيت اللي نشر فيه الخبر أو اللي نشر فيه التغريدة أو اللي نشر فيه الخبر أو المنشور على الفيسبوك تمام وطبعا نقله مثل ما هو الخبر أو التغريدة اللي كانت وارده على تويتر كمان هاي أحذركم شو نفس الشي هاي رجعت خلفيات عن الحدث خلفيات عن الحدث هون لساتني خلفيات عن الحدث هون هون كمان رجعت خلفيات عن الحدث لأنه كمان معلومات قديمة تمام أو عم برجع أحكي شو آراء الدول الأخرى بهذا الهجوم آراء الدول الإيطالية الدول الأمريكية أي دول الأخرى صرحت عن هاد الموضوع نفسه خبر مركب فعلا خبر بشتة القارئ لأنه هن شوية عم يحطو لك شيء علاقة بسوريا وقوات الديمقراطية بسوريا شوية عم يحطو لك داعش والقوات الشو صاير تحت بالعرب الله يعطيك ألف عافية أناس حلو التفصيل والتفسيراتك جيدة محقق أممي المستوطنات الإسرائيلية جريمة حرب لأتأكد من اللي بعث لي هون محمد إسماعيل تمام يا محمد رح نقرأ باختصار محقق أممي المستوطنات الإسرائيلية جريمة حرب من بهلي شو هون العنوان بسرعة